ومبدئياً كده المفروض نديه السيشن الرابعة السيشن الرابعة في الجزء بتاع مهم التسويق أو البورت أو المهادر اللي احنا شغلنا عليها بتاعت كورس عن أساسيات التسويق نفسه وكله تحت إطار فكرة مهم التسويق اللي ما حضرش أول مرة وثاني مرة وثالت مرة يقدر يلجع دونه مع اليوتيوب هيلاقي أول وثاني وثالت مرة المرة دي في المرة الرابعة بتتلم عن الماركتين جيسيرش بكل التفاصيل بتاعته والتفاصيل بتاعت الماركتينج جيسيرش بتنشي لزي والزي متحرق ما بين الماركتينج جيسيرش والماركتينج جيسيرش وكمان هنتكلم عن البروسيس بتاعت الماركتينج جيسيرش خلينا كده نتكلم في الأول ان في حاجة اسمها ماركتينج جيسيرش خلينا نتكبر الكلام كده ونكبر الدنيا عشان نقدر آآ نشوف بعض بشكل احسن يعني وانتو تشوفوا الكلام بشكل قد تمام? تمام? كان قول ان في حاجة اسمها ماركتين ريسيرش تمام? وفي حاجة اسمها ماركت ريسيرش ادي ماركتينج تمام? وادي الجزء بتاع الماركت تمام? طيب الفرق ما بين الاتنين ايه او ده ايه وده ايه? في الجزء بتاع الماركت ريسيرش بندرس السوق نفسه بندرس الجزء بتاع السوق يعني المفروض في السوق ده آآ التفاصيل ايه بالزبط جوه السوق نفسه هل انا آآ في عدد عملة موجود في السوق او انا ليا opportunity ان انا ندخل في السوق تمام? يعني انا في opportunity ان انا ندخل في السوق ده او آآ في جزء آآ 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 اقدر ادخل في جوه السوق يعني مسلا اه دلوقتي ببيع مسلا شنط آآ مدارس حلو? لو انا ببيع شنط مدارس. هل الماركت بتاع شنط المدارس ده? في مساحة ان انا ادخل اقدم فيه حاجة جديدة? هل في ان انا آآ قابلية ان انا ابتدي اضيف للسوق ده حاجة جديدة? والله اه فيه قابلية? ان انا آآ ابتدي ادخل مثلا نوع معين او نوع جديد مثلا من الشنط يعتمد على الشنط ان هي اللي الاطفال بتحبها بتاعت اللي هي شنط بعجرة دي موجودة في السوق في حاجة جوه السوق اقدر اضفها في حاجة جوه السوق ايه اقدر اضفها طب ده كده بدرس المرط طب مش هل في مثلا كام حد جوه السوق ده شغال هل السوق ده قدام اصلا او مستقبلا هيكون في طلب على ده لأ والله احنا هشايفين ان مثلا الالسانة اللي جاية كل الناس هتشتغل مثلا كتريننج من جوه التابلت مثلا بيعتمد على التابلت مش هيكون في مدارس طب حلو جدا كده انا شايف ان الماركت ده اصلا او السوق ده مش كويس ان انا ادخل فيه تمام ايه مش كويس ان انا ادخل فيه عندي فيه الوبرتونيتي ضعيفة الفرصة بتاعتي فيه ضعيفة فرصة دخولي جوه السوق اصلا ايه ضعيفة طيب ده ده جزء الماركت خلاص انا بدرس وبدرس امكانية الدخولي في الماركت ده وبشوف انا الماركت ده هقدر ان انا اكون متواجد فيه بشكل كبير واقدر ادي فيه ولا لا طبعا عندي بقى جزء بقى ايه الماركتنج نفسه تمام جوه جزء الماركتنج نفسه ببتدي اشوف هل انا هقدر ان انا اشوف الوديونس بتوعي عاملين الزي العملة نفسه العملة نفسه خانينا نكتبها عربية عشان فيه ناس عندها مشكلة او عندهم مشكلة في المصطلحات الوديونس نفسهم انا عندي عملة اصلا في السوق ده لا لا انا عندي بدرس العملة بدرس السوق نفسه تمام السوق بدرس المنافسين تمام بدرس المنافسين تمام وبدرس كمان المنتجات تمام طب تعالى كده انا اخذ نقطة نقطة انا عندي في الماركتنج لما هاجه اشتغل على العملة فيه اصلا كام شريحة كام شريحة في السوق تمام والله انا عندي شريحة اه مسلا لو احنا بنتكلم او خلينا نشتغل على بتاع شنط المدارس حلو خلينا ناخده اه كريفرنس او كبروجكت نبتدي ان احنا ايه نشتغل عليه والله انا دلوقتي بشتغل على ايه جزء شنط ايه المدارس تمام طب جزء شنط المدارس ده شنط المدارس طب شنط المدارس منتج ده هل ليه كم شريحة هم في ي شرايح موجودة في السوق بشكل مختلف لا والله انا عندي اه اه مسلا الابتدائي تمام انك دي شريحة عندي الإعدادي دي شريحة تمام عندي مثلا الثانوي دي شريحة خلاص انا عندي شرايح مختلفة مبتدى ادرس الشرايح المختلفة دي وتشوف الشرايح دي اصلا متاسمة üz 가يه الشرايح دي متاسمة so고 بابتدا اشوف السوق السوق نفسه عمل ايه والله في فرصة جديدة. تمام? في فرصة جديدة في السوق انا قدر ادخلها. في فرصة جديدة في السوق انا قدر ادخلها. والله احنا زي ما قلنا مسلا عندنا الجزء بتاع الشنط بعجل مسلا غير متوفرة. تمام? او مسلا عندي والله شايف ان انا في مسلا منطقة مسلا جديدة. تمام? منطقة مسلا جديدة. لها مدارس جديدة. انا اقدر ان انا ادخل فيها وما فهاش والله احنا مثلا عندنا كل مثلا كل الناس اللي موجودة في التجمع في مدينة جديدة ما عندهمش ناس بيقدروا ان هم يبيعوا المنتج ده المنتج ده مش بتواجدينك والناس عشان تشتريه بتروح فيه مناطق تانية فانا شايف ان السوق فيه فيه فرصة جوه لسوق النفسه فيه ايه فرصة جوه لسوق ان انا اشتغل فيه طيب عندي مقى جزء المنافسين انا عندي منافسين ولا ما عنديش منافسين او انا عندي منافسين مباشرين مثلا منافسين غير مباشرين عندي منافسين مباشرين وعندي منافسين غير مباشرين خلاص انا دلوقتي الجزء بتاع المنافسة ده الجزء بتاع المنافسة عندي فيه منافسين مباشرين الناس اللي هي بيبيعها شنط زي زيها بالزبط الناس اللي بيبيعها شنط زي زيها بالزبط طب غير منافسين عندي الناس اللي تسد احتاج الشنط بس الطريقة مختلفة زيه مسلا او ما بيقدمه شنط لكنها مسلا شنط كتف شنط يد يعني في مختلفة قادريني يقدم فانا عندي منافسين عندي مسلا كم منافس تمام عندي اه حجم اه مبيعاتهم تمام عندي اه مسلا حجم ارباحهم تمام الكلام ده كله طيب انا انا الكلام ده كله وهعرفه لزي او انا همشي في الكلام ده ازاي والله هنيجي دلوقتي الكلام ده ونشوف اه الكلام ده نقدر ايه اه اه نعمله ازاي او نقدر نطبق على الكلام ده ازاي طيب عندي ايه تاني مسلا اقدر اقدمه او ايه تاني مسلا باشتغل عليه في جزء المنتجات والله انا عندي جزء المنتجات المنتجات تمام اه بالنسباني مسلا اه فيه مسلا منتجات بتعتمد على الجودة تمام وعندي في نفس السوق بعد اللي انا اشغال عليه فيه مثلا منتجات بتعتمد على الاشكال تمام للاطفال تمام طبعا انا فوق حددت الشرايح انا هشتغل على العاني شريحة فما ينفعش ان انا مثلا والله بشتغل على منتج مثلا شنط للسانوي وافكر في موضوع الاشكال انا انا قرر لي اه كبيرت خلاص ما عندش فما ما ينفعش ان انا بتاع السانوي اكلم في اشكال والله عندي الاسعار تمام عندي اسعار مختلفة عندي والله وبتدي اشوف طبعا في المنافسين هنا ببتدي اشوف المنافسين الاونلاين تمام والوفلاين يعني بشوف اللي معهودة وبشوف ايه اللي مش موجود فانا وانا شغال على الماركتنج نفسه ببتدي اشوف الاجزاء دي كلها واعمل للسوق كله تمام طب امتى اكرر ان انا اشتغل في الاجزاء دي انا امتى ان انا اشتغل اكرر ان انا اشتغل في الجزء بتاع الماركتنج ريسيرش اصلا وابتدي ان انا اشوف الكلام ده لما مسلا بضور. تمام? على فرصة في السوق. تمام? انا دلوقتي بدور على فرصة في السوق. بدور على فرصة فرصة في السوق. تمام? انا دلوقتي والله احنا نفتح الويب سايت والويب سايت ده همبيع عليه ادوات المدارس. حلو. هل اصلا في فرصة في السوق ولا لأ? ولا لأ ده السوق مليان ومكرس وتشونت مش ليا اللي يش beleza. تمام? لما هكون مسلا بتنبأ بمستقبل الصور والله انا عايز اشوف هل قدام السنة الجاية الحكومة هتنزل الناس المدارس فابتدي اشتغل على الجزء الشنط ولا لا والله لا الحكومة مش عارفين ايه الدنيا هتمشي لزيه طب والله انا عايز اشوف هل مستقبل الناس هتعتمد على ده ولا خلاص فكرة التابلت هتعمل دنيا وما هيش هيبقى فيه اي حد ان انا ابتدي اتعامل معاه وابتدي ان انا اشتري منه او ان انا ابيع له وما الى ذلك طيب ايه تاني مثلا ممكن المبيعات انا دلوقتي عندي مبيعات طب المبيعات كبرت ووقفيه فرصة كبيرة جدا ومبيع كتير طب ايه السبب خلينا اعمل ريسيرش واشوف والله انا عندي ما بقيت شبيه مش عارف ايه المشكلة خلاص منبتدي نعمل سيرش ومنبتدي نشوف انا مش ببيع له تمام فهنا هنا مثلا الجزء برضو بتطوير انا عايز اطور في الشغل بتاع انا ببيع شنط وبصنع طب انا عايز افتح ستوريز تمام عايز ابتدي انزل شغلي اونلايم فببتدي اشوف جوة بعمل ريسيرش عشان اشوف التفاصيل ايه تمام وطبعا فهمنا فرق ما بين الماركتون ريسيرش وجزء ايه الماركتون ريسيرش خلاص فاحنا عارفنا ان فيه فرق ما بين الماركتون ريسيرش والماركتون ريسيرش وعارفنا كمان جزء بتاع السوق نفسه لما انا ببتدي اشتغل على السوق ببتدي اشوف ليه انا اشتغل على ده وانت اقرر على ده هاي كده نسأل كده ونشوف المفروض فهمته الفرق ما بين الاتنين ولا في حد عنده في حاجة فيها مشكلة محتاج التوضيع اكتر حكذا تكلمنا عن الماركتون ريسيرش والماركتون ريسيرش تمام وتكلمنا تاني على الجزء بتاع الفرق ما بين الاتنين وامتى اقرر ان انا اشتغل في جزء الريسيرش تمام دخليني كده يا مؤمن قولي كده النقطة اللي انت مش فاهمها ايه علشان نبتدي نكمل يعني في حاجة مش واضحة عندك لو كده ممكن نحاول ان احنا نأجل الممكشات دي لو لدانيا حد عنده اسئلة يكتبها في نقط وفي الاخر نفتح بهم الممكشات عشان الناس بعد كده اللي يشوف الريكورد ممكن يبقى يشوف الريكورد في الاخر يشوف الممكشات لا حب خليها بس هاول سؤال ولا اه لا اقول اه دلوقتي بس انا كنت اشغال ماركت ريسيرش اصلا بس انا كنت اشغال اوفلاين يعني انا كنت بمزل وكنت انا بعمل ماركت ريسيرش تعمل سيرفي بالضبط انا كنت بعمل السيرفي وكده في شركات زي نيلسن وابسوس وهكذا فانا دلوقتي انا عندي نقطة ان انا ما باجي بقى اعمل لما دخلت في ديشتال ماركتينج مش عارف زي ان انا اعمل لما ده ماركت ريسيرش مع الكمباتور يعني دلوقتي سي انا عرفت البرق من المنافس المباشر والغير مباشر انا دلوقتي انا عايز اعرف اجيبهم ازاي فيه طولز معينة ان انا اقدر ان انا اجيبهم بيها احط الصناعة دي ويقدر ان هو يجيبلي يعني انا مسلا قاعد بتطلب مني حطلين انت المنافسين انا مش عارف انا اجيب المنافسين دلوقتي ازاي بس بس دي نقطة بسيطة دي نقطة بسيطة هنجيلها دلوقتي بس اللي في مشكلة الى حد ما لا يعني طيب تمام بوس احنا كده كده الجزء هنجيبهم ملين دي هنجيلها بس دلوقتي الفارق اصلا ما بين الماركت ريسيرش و الماركت انجليسيرش في مشكلة هي دي النقطة هو انا دخلت في النص بس فأسطينك بس لو تمنا عليها ريبيو سريع يعني نعيد عليها عشان دخلت في النص والكلام لا لا تمام هعيد لك عاد لك عاليه تمام انا هعيد لك عاليه اشكرك جدا عافوا انا برضو نشوف يعني برضو نجمع الاسئلة ونشوف بص يعني دلوقتي تكلمنا ان احنا شغلين على براجكت مثلا شونط المدارس حال؟ شونط المدارس دلوقتي انا عايز اشوف اشتغل ماركت ريسيرش ولا ماركت انجلي سيرش الماركت ريسيرش باختصار جدا جدا انا بشوف السوق نفسه السوق ده اللي هو حجم دخول السوق فيه فرصة ان انا هدخل السوق ولا لا هل هينفع ان انا هدخل السوق ولا لا طب ده المفروض جوه جزء الماركت مدارسي السوق نفسه نعم السوق ده اللي هو عبارة عن ايه؟ انا فيه امكانية ادخل وضيف حاجة مختلفة ولا لا يعني مثلا دلوقتي السوق بتاع شونط المدارس انا دلوقتي هدخل السوق ده طب فيه امكانية ان انا هدخل السوق ولا لا طب أعرف منين أنا هقدم حاجة جديدة الناس محتاجاها مش موجودة ولا لا لا والله المفروض إن أنا في حاجة جديدة زي مثلا الشنط بعجل دي حاجة مش موجودة في السوق لكن موجودة بر مصر حلو فخلوس كده في فرصة إن أنا ننزل السوق بحاجة جديدة تمام طيب تعال بقى مثلا نشوف الجزء بتاع الماركتينج بقى جزء الماركتينج بيشتغل على كل حاجة تقدر تدرسها العملاء والسوق والمنافسين والمنتجات بعرف العمل أقسمهم شرايح وأبتدي أفصص شريحة العمر بعرف السوق هل في فرصة جديدة ولا لا ده جزء إيه الماركت نفسه اللي احنا أصلا كنا واخدينه في سيكشن لو احنا هنشتغل عليه لوحده تمام في مناطق جديدة أبتدي أنزل فيها وتوسع فيها ولا لا لو أنا شغال على بصنع الشنط بس تمام وببيع للجملة هل ممكن أعمل ويب سايت ومن الويب سايت ده أبيع أولاين فأنا ببيع أرخص من اللي موجود على الأرض وفي نفس الوقت أنا بصنع في مصانع وبزبط في حاجة أنا وأبيع بشكل أرخص وأولاين هقدر أعمل ده ولا لا ده كسوء منافسين أنا عندي دلوقتي منافسين منافسين مباشرين ومنافسين غير مباشرين تعال أديك مثال تاني بعيد عن الشنط شوية عشان ألدينا توضح حاجة كمنافسين أنا مثلا عندي برد حلو عندي برد فأنا دلوقتي عندي برد بنادول علشان أبتدي أخد أخد منه عشان عندي برد حلو فهيجي يقول لي لا والله أنا ما عنديش برشان بنادول فيه كونجستال حلو فيبقى كده عندي بنادول وكونجستال اتنين منتجين هم منافسين لبعض مباشرين دول كده ايه مباشرين ده بينفس ده حلو الاتنين مباشرين أنا أقدر أخد ده وأسد احتياجي وأقدر أخد ده وأسد احتياجي حلو طيب تعال بقى نروح الناحية التانية فيه مثلا ناس تانية ما بتروحش الصيدلية يروح عامل ايه يروح مشتري لامون ورايح عند العطار ومشتري أعلاف للبرد ويبتدي ياخد منهم ويبتدي يخف هو مقتنع بكونسيبت ده خلو ده منافس كمان بس غير مباشر غير مباشر هو مش برشام ولا حؤن ولا دوا هو أصلا حاجة ناتشور زي حاجة طبيعية فيبقى الحاجة الطبيعية منافسة للبرشام اصلا بس غير مباشر بتدي نفس الغرض ونفس النتيجة في الاخر بس هي مش هو هو نفس اه ايه نفس المنتج مش هو هو نفس ايه المنتج يعني مثلا انا دلوقتي عايز افتح شيت اكسل حلو عايز افتح شيت اكسل طيب انا لما هفتح شيت الاكسل هستخدم موبايل هواوي ولا هستخدم هستخدمه من على موبايل ايفون اللي اتنين منافسين لبعض ممكن افتح من هنا افتح من هنا طب تعالى لأ انا هفتحهم اللابتوب فاللابتوب هيقضي نفسه بغرض لكنه مختلف تماما حاجة مختلفة تماما تمامت فهنا ده الفرق اللي انت كنت كان فيه ما بين يعني ايه منافس مباشر وغير مباشر طب تنجي بقى للمنتجات بدرس المنتجات نفسها اه على حسب بقى الشريحة اللي انا قسمتها الجودة هل انا قسم المنتجات على اساس الجودة هشتغل بالجودة هشتغل على اشكال للاطفال على اساس ان هم شريحة ابتدائي ولا هشتغل على اساس ان هم شريحة اعدادي ولا هشتغل على اساس ان هم شريحة سنوي ولا هشتغل على كل دول تمام فده النقطة اللي احنا كنا نتكلم فيها بشكل سريع يعني هستغذينا كمون من كده تفتح المايك وتقول لي الدنيا بالنسبة لك تمام وانا فيه عندك مشكلة لا كده بالنزالي تمام تبتسمحني ان انا اقول لك اللي انا تفهمت وعلشان خاطر لو انا بقول حاجة غلط صلحالي تمام هاستأذنك بس تكتبها في نوت وفي الاخر بقى احنا اصلا بنفتح المناقشة براحتنا خالص حل? خلو سمام اوكي حلو اوكي خلو سمام برضو هرجع للمسجز اللي عنده حاجة ومش بيكتب في نوت ممكن اكتبها في مسجز وهرجع برضو ايه ارجع ايه المسجز كلها تمام طيب كده احنا كلمنا في ايه في الجزء بده اللي احنا كلمنا فيه تعال بقى نخش على الجزء بتاع البروسس اصلا جزء التفاصيل انا دلوقتي اعايز اعمل ماركتين ريسيرش حلو البروسس بقى بتاعتي بتمشي ازاي المشكلة بتاعتي اه في الماركتين ريسيرش ان انا مش عارف الخطوات اللي امشي بها ازاي تعال كده انا خدها ستاب واي ستاب واللي عنده سؤال يحطه في نوت او يحطه في الشات واني بتدين ايه اه نديسكاس للدنيا في الاخر طيب خلان كده نشوف مفدعيا اول حاجة في الماركتين ريسيرش انت بتشتغل على ان انت عندك مشكلة معينة تمام محتاج تحلها عندك مشكلة معينة محتاج تحلها يعني انا دلوقتي عندي عملة حلو؟ العملة دول لازم يكون عندهم مشكلة او عندهم نيد معينة محتاجين اه 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 محتاجين ان انا اسدها لهم محتاجين ان انا اسدها لهم ده بيجي من ايه او بعرف من ايه؟ بعرفه من مصادر مختلفة بعرفه من السيرش نفسه انا ممكن اعمل سيرش تمام؟ وابتدى اشوف اصلا اه المشاكل بتاعة المنتجات ايه؟ بابتدي اعمل ريسيرش او اعمل سيرفي وابتدى اشوف اصلا ايه المشاكل اللي موجودة انا اضرح لها في الشريحة دي يعني مثلا تعالى مثلا كده نشوف مثلا مشاكل تمام؟ اه اه المدارس تمام؟ بابتدى اعمل سيرفي طب انا ممكن اعمل الكلام ده لزي ممكن اعمل الكلام ده لزي بابتدي فيه طرق مختلفة وطرق كدير ابتدى اشتغل عليها ريسيرش فهو كده نشوف الطرق اللي انا بعمل فيها ايه؟ اول حاجة اول حاجة البحث نفسه تمام؟ البحث ده ممكن يكون من عن جوجل تمام؟ ان انا اعمل سيرش على ياهو اعمل سيرش على اي حاجة المهم ان انا بقعد ادور تمام؟ ان انا بعمل سيرش اصلا وادور طب ايه تاني؟ ببتدي اعمل مقابلات اصلا تمام؟ اللي هو اصلا يعني ايه؟ يعني انا ممكن دلوقتي اروح على المصانع اللي هي- بتعمل آآ شونط وابتدي اعمل معهم مقابلات وقال Margit i said it down ايه مشاكل مشاكل شونط المدارس تمام؟ ايه المشاكل اللي بكتو يجهي السوق في شونط المدارس تمام؟ أبتدي أروح عند إيه أمهات تمام؟ أبتدي أسأل كل أم لوحدها والله يا حجة دلوقتي بجيبي شنط مدارس لعيالك طب إيه مشكلة لشنط تمام؟ وأبتدي أفهم بعد كده أبتدي أعمل اجتماعات اللي هو أصلا جروبس بجيب مجموعة أمهات مثلا عند المدارس حل؟ أول يوم لما الناس بتبقى كتير وبيبتدي نشوف ناس كتير هو ساعة خروج المدارس أو دخول المدارس أبتدي أف مع كل الأمهات دي اللي هو أقف قدام المدارس بيدور على أي حاجة يرغب فيها وأرغي معاهم وأقعد أقول لهم والله يا جماعة دلوقتي إحنا بنشتغل على أن إحنا نقدم موقع الجديد تمام؟ فإيه أخلق؟ تمام؟ إيه المشاكل اللي موجودة إيه المشاكل اللي موجودة جوه الشنط بتاعتي عيالكو عشان نبتدي أن إحنا نحلها تمام؟ آآ تمام؟ خلص فأنا ببتدي أشوف آآ العمل نفسه تمام؟ أبتدي أسأل الأمهات أشوف الدنيا فيها إيه وأبتدي أشوف آآ التفاصيل بتاعت الناز دي فيها إيه بعد كده ممكن أعمل إيه تاني؟ بأعمل من رسائل العمل نفسها تمام؟ كل دي أصلا آآ حاجات أنا ممكن أجيب منها آآ وأعمل منها رئيس هيرش أصلا تمام؟ والله أنا دلوقتي عندي آآ ببيع شنط أونلاين فأنا والله المفروض اللي بيحصل كالآتي بجيب المسجز بتاعت العمل كلها وابتدي أرجحها واره شوف الناس بتشتكي من إيه تمام؟ بشوف الناس بتشتكي من إيه يعني أنا دلوقتي الناس بتشتكي من إيه تمام؟ ممكن أعمل حاجة تانية ممكن أعمل آآ حاجة تانية أبتدي أشوف آآ أسأل الناس على السوشيال ميديا تمام؟ آآ من خلال السوشيال ميديا تمام؟ إيه يا جماعة دلوقتي أنا مفروض مثلا مثلا ممكن تلاقي ناس بتعمل ايه? انا دلوقتي عايز اجيب شنط ليبني. هتلاقي ام داخلة في اي جروب بتاع اه مسلا اه اه تجمع المدرسة او تجمع مدارس او تجمع ملطقة معينة سكان منطقة الرحاب سكان منطقة اي منطقة. تمام? يا جماعة انا دلوقتي عايز اشتري شنطة ليبني عشان دخولي المدرسة. تنصحوني اشتري من اي مركة او اي المشاكل اللي بتقابلوه او اي الاسئلة بقى على حسب بتاعته. طبعا احنا هنيجي دلوقتي للايه? للايه نفسها. خلاص? فابتدي يبتدوا بقى يطرحوا كل المشاكل وكل الكلام ده كله. تمام? فدي النقط ان انا ممكن اشتغل عليها علشان اجيب اصلا اه الريسيرش نفسه. ابتدي افهم المشاكل نفسها. طب انا دلوقتي فهمت المشاكل. خلاص? انا عارف مسلا المشاكل طبعا كده مسلا نشوف لو احنا عملنا سير. تمام? اه دلوقتي في مشاكل اصلا عند الناس ان هما اصلا عندها مشكلة الاصابة بالانحناء مثلا اه في العمود الفاقر. ان الناس كلها عيالها ظهروهم بيوجههم من قطر شير الكتب ومراحل المدارس. حل? عندهم ايه? خلينيها بقى ايه ناخد المشكلة دي. خلاص? لما كده ايه باشتغل اهو ادي ايه مشكلة? حل طب بالنسبة اللي بقى دي خلاص دي دي كده النتيجة بتاعت ايه البحث نفسه. لما ان خلاص انا عرفت اه ان مشكلة الناس ان هي عندها ايه? اه دي المشكلة. الناس عندها مشكلة اه في الجزء ده. فانبتدي نشوف مشكلة الناس ايه والله? دي الحاجة اللي الناس بتدور عليها واللي مساببها لهم ايه مشكلة? خلاص انا فهمت المشكلة. نعم? دي 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 نقطة عند الناس عندهم فيها ايه مشكلة? خلاص انا دلوقتي عندي اه في مشكلة في السوق. تمام? في ايه? اه اه مشكلة اه مشكلة في السوق نفسه تمام? طيب اه خلاص انا طلعت المشكلة وفهمت التفاصيل بتاعت المشكلة ايه عند الناس والكصص دي كلها ما ابتدي احط ايه اوبجيكتف ابتدي ايه احط ايه اوبجيكتف دلوقتي خلاص انا انا فهمت المشكلة ايه عملت ريسيرج قابلت امهات اه اعملت مقابلات مع بتوع مصانع اه رجعت رسائل العملاء اللي ببيع لهم لوين عملت سيرفي على السوشال ميديا عملت سيرج على جوكل والكلام ده قلقيت ان كل الناس كل الناس بتشتكي ان عيالها ظهرها على اخر السنة بيكون واجحها من كتر الشيلة كتر حمم طيب انا دلوقتي مفروض ان انا عايز احل بقى المشكلة دي والله احنا دلوقتي شنط تمام بتعتمد على تمام آآ الجر مسلا بالعجل حل دي دي ده حل اهو خلاص انا دلوقتي هبتدي احل المشكلة دي طيب انا الهدف بتاع ايه الهدف بتاعي ان انا اخلي الناس تشتري الشنط دي خلاص انا 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 دي المشكلة تمام وده بالنسبة لي الحل انا خلاص قدمت للناس ايه الحل ده 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 الحل بتاع الناس كلها آآ فانا خلاص دي المشكلة وانا قدمت ايه حلها دي بالنسبة لي ان انا اقل حل للناس طيب انا انا دلوقتي خلاص طلعت الحل للناس آآ وبدأت اشوف آآ آآ الكلام ده خلاص عملنا وحددنا الوبجيكتف الوبجيكتف دلوقتي ان احنا حددناها ان احنا نفهم تمام نفهم مشاكل الناس او مشاكل الشنط حلو خلاص احنا عشان برضو نبقى فاهمين البروزيس مشكل زي احنا دلوقتي بنبيع شنط حلو عملنا ايه عملنا تمام لقينا ان الرويسيرش ده بتاعته ان الناس عندها آآ نفهم مشاكل الناس طب في الشنط لقينا ان المشاكل ان الناس بيجي لها ولادها بيجي لها اصابة بالانحنا في العمودة الفاكر الحال بعد كده عملنا آآ عملنا آآ ريسيرش خلاص طلعنا الريسيرش ده وطلعنا التفاصيل بتاعته بعد ما طلعنا التفاصيل بتاعته هنعمل بقى للكلام ده هنعمل للكلام ده والله انا دلوقتي عملت ريسيرش والناس طلعت آآ آآ عندها المشكلة دي فبتدي اشوف هل الشرط آآ بالعجل حل كمام هل ده حل ببتدي اعمل السيرش وبتدي اقتراحها الناس والله يا جماعة بالوقت اكنا لو قدمنا لكوا آآ اجزامبل من الشنطة عبارة على الناب بتعمل لها ايه وتبتدي ان انت الطفل يجرها وهل في ابتداءة يبتدي الجر العجل هل ده حل ولا لأ هل ده حل ولا لأ وليبتدي نسيرفي على الناس ونعرف منهم هل الحل ده مناسب معهم ولا لأ هل اصلا الحل ده مناسب معاهم ولا لأ طيب والله الناس خلاص هم قالوا لي ان الحل بالنسبة لنا مناسب والدنيا ما فيش اي مشكلة بالنسبة لنا خلاص نبتأ بعد كده نبتدي ننزل منه تراير نبتدي ننزل منه تراير نشوف الناس هيبقى عندها قابلية بعد الاستخدام ولا لأ هيبقى عندها كل ده في اطار البحث البحث مش ان انا بس بعمل سيرش واجيب معلومات وخلاص انا كده عملت ده انا ببتدي اخد الموضوع من اول المشكلة لحد ما اجيب الحل وتأكد ان الحل تمام بعد ما تقدر كده الحل يتعمل منه تراير بعد التراير نبتدي نتستع الناس وبعد ما نتستع الناس نبتدي نطلع والله خلاص انا سألت الناس مبتدي ايه الجزء بتاع تجربة المنتج تمام طب كام حد اصلا جربت عليه المنتج من الاجماري والله احنا عارفنا ان الحكومة بتقول او التقرير بتقول ان في مليون مليون تمام في اللي ابتدائي داخلين المدارس الزناتي ونازلين المدارس داخلين المدارس مليون لقيت كده مكتوب في الجرنان وانا بعمل سيرش بالمناسبة واحنا برضو بنشتغل على السيرش في المقابلات والرسال والكلام ده كله احنا ممكن اصلا بنرجع كمان ليه الجرائد تمام المجلات الكتب تمام انا ممكن يكون السيرش بتاعي معتمد على كتب عادي جدا تمام مؤسسين الشركات تمام كلام ده كله انا برجع له الكلام ده كله انا ممكن ارجع له في السيرش بتاعي اصلا الكلام ده كله انا ممكن ارجع له في السيرش اصلا الجرائد والكتب والمجلات والحاجات دي كلها اصلا انا ممكن ارجع لها في السيرش بتاعي واشوف الكلام ده ازاي اقدر اوظفه لان انا افهم الكلام ده لان انا افهم السيرش نفسه طيب نرجع تاني خلاص انت دلوقتي وفهمنا الدنيا ببتدي اشوف المليون طالب دول المليون طالب دول لما انا المفروض بتست بتست على كم طالب فيهم والنالج بتاعة الطالبة هل بتاع القاهرة هيبتدي اشتغل عليها طيب هل الناس اللي شغلها مثلا في الارياف اللي هوا ما عندوش الطريق مسافلت والكلام ده كل بالنسبة للموضوع هيبقى تمام مفيش مشكلة تمام شركة من الشركات العربيات لما كانت بتستعمل ريسيرش على العربية جديدة طلعت منها نسخ مختلفة ودت واحدة منها تمشي في الكتب الجنوبي واحدة تمشي فيهم في صحراء الامارات واحدة تمشي فيهم في جنوب افريقيا واحدة مثلتها تمشي فيهم في امريكا وعلشان تشوف العربية دي علشان بالنالج الجديدة دي وبالإمكانات الجديدة وبطريقة الدفع الجديدة بتاعتها والكلام ده كل هتقدر تتحمل كل الاماكن دي ولا لا هي نفس الفكرة بالزباح الناس اللي هتكون في الصعيد بالنسبة لهم الشانطة دي تمام ولا لا طب الناس اللي في القهيرة الشانطة دي تمام ولا لا طب أنا دلوقتي لما نزلنا الالي بالنالجي بالنسبة لهم الدانية تمام ولا وبتيت أشوف التجربة أصلا بتاعة المنتج أصلا مفيدة ولا لا هل الناس هتبتيت اشتهل عليها وبالنسبة لها الدنيا تمام ولا لا طب خلاص انا جمعت المعلومات بتاعتي وجمعت الرجارش بتاعي وفهمت كل حاجة من الكلام ده وطلعت التجارب ببتدي اعمل تقييم للتجارب نفسها تقييم تمام للتجارب وبعمل تقرير تمام وبعمل تقرير اصلا بعمل تقرير عن الموضوع كله من الاول للاخر والله احنا عملنا سيرش وطلعنا بقراء الناس بعد ما طلعنا بقراء الناس عملنا وطلعنا علي حلول بعد ما طلعنا حلول عملنا علي تست بعد ما عملنا تست بدأ الناس تدي تقييم للمنتج نفسه وبدأوا يقييموا المنتج بشكل مثالي طيب انا دلوقتي تقييم للتجارب ده والكلام ده هيمشي لزاي هبتدي اطلع اسئلة محددة تمام انا دلوقتي لما جاء قايم الكلام ده وطلع العدد محدد كمام يعني ايه الكلام ده المنتج عجبك ولا لأ، الظروف الصعبة للمنتج، مدى استفادتك، أبتدي أفهم أصلا، تقيمة الناس أصلا، الناس تقيمها للمنتج عامل إزاي؟ طب أنا دلوقتي عندي مليون طالب أصلا نازل السوق، هل أنا لازم أعمل مليون شنطة؟ طب أنا لازم أعمل خمسين ألف شنطة؟ لا، طب أنا ممكن أعمل نسبة من الناس، لأ أنت ممكن تعمل لكل محافظة شنطتين، وتبتدي توزعهم على محلات، كنظام مثلا أمانات، والله يخذي 30 نطر عندك وطلعهم، حلو؟ وبأرخى السعر ممكن يكون موجود، أو بسعر التكلفة بتاعتك، طب تلعب، طب نبتدي نسأل الناس، تبقي الناس دي بقى، تبتدي نوصل لهم، هل الناس دي يا جماعة أنتم تجربتوا المنتج؟ طب إيه رأيك في الشنطة؟ طب المشكلة فيها إيه؟ طب التفاصيل بتاعتها إيه؟ وما يلازم، خلاص، وبأنا جربت جزء من المنتج نفسه في كل حتة مختلفة على حسب الإيريال، يبقى أنا مثلا عندي مثلا هنقول مثلا 28 محافظة، مثلا طب انا مش اشتغل على 28 محافظة، ممكن اشتغل مثلا 25 محافظة، تمام؟ 25 محافظة، 25 محافظة دول، المقرور إن أنا هنزل مثلا في كل واحدة منهم مثلا أربع، يبقى أنا عندي هتطلع مثلا 100 مونتج جديد، عشان أبتدي أشوف ظروف السوق وتقييم الناس، ممكن أصلا تقييم الناس ده يطلع لأفكار أصلا من الناس، أنا مكنتش حاضرة في دماغي أصلا، يعني يديني أصلا تقييم للناس أصلا ما كانش في دماغي، ما كانش في دماغي إن أنا دي في الـ option ده، بس الناس نفسها قايت لي والله إنت ممكن تزوج كذا هيبقى ريح لنا، إزاي الفكرة دي ما جاتش في دماغي، تمام؟ إزاي الفكرة دي ما جاتش في دماغي، تمام؟ طب بعد كده خلاص أنا طلعت التقييم بتاع الناس، تمام؟ هطلع الهدف إن أنا أطلع بالمنتج النهائي، تمام؟ أنا دلوقتي أطلع المنتج النهائي للـ research ده، تمام؟ المنتج النهائي ده يكون مبني على تقرير، يعني أنا أطلع تقرير الأول، وأطلع المنتج النهائي، والله التقرير بتاعي بيقول إن الناس بتشتكي من واحد من ثلاثة، تمام؟ الحديد بتاعة الجر فيها مشكلة بتفك، السوسة فيها مشاكل، العجل بيفك مع مرء تاني يوم وثالث يوم، خلاص بابتدي أطلع المنتج إيه؟ إن هي، وابتدي أشتغل عليه، بابتدي أشتغل على المنتج النهائي، وابتدي أطلع التفاصيل بتاعته، طلعت المنتج النهائي، وطلعت التفاصيل بتاعته، طيب، إنت خلاص كده عددت ومرحلت إن أنت طلعت مشكلة، وبعد كده طلعت الـ resource بتاعتك، وطلعت الـ information، وعملت analysis للكلام ده كله، وبعد كده بدأت تقدم techniques مختلف، وبعد techniques المختلف ده بدأت تتمل test تاني وتـ analysis للدنيا، وبدأت إن أنت تـ final data بتاعتك، وتطلع الـ data بتاعتك، وتعمل report لها، وعملت recommendation، والله يا جماعة، الناس جربت، وبعد ما جربت، ابتدت إن هي تقول المشاكل بتاعتها، وإحنا حلناها، وأنا بـ recommend إن إحنا نستخدم الطرق دي في صناعة الشلط، الشلط نفسها، وإحنا نصممها بالطرق معينة، طب أنا خلاص بعد ما الكلام ده كله طلعته، والكلام ده كله بابتدي إيه؟ أطلع في الآخر إيه؟ المنتج النهائي، بابتدي أطلع في الآخر إيه؟ أعمل evaluation، أفهم الـ value proposition بتاع الناس أصلاً كانت محتاجة إيه؟ في كل التفاصيل دي كلها، ابتديت أفهم تقييم الناس للمنتجات، بدأت أطلع نمازج عشان إيه؟ ديها تجربة المستهلك نفسه، ومعلي جده طلعت في الآخر المنتج النهائي، وبدأت إيه؟ أدخل بقى في وزء الاستراتيجي بتاعت السوق نفسه، وإيخد action جوه السوق نفسه، تمام؟ ده كده كل الـ basics بتاعت الـ marketing research، كل الحاجات إنت ممكن من خلالها أو من أولها، تبتدي تعمل marketing research والـ trials عليه، وتطلع على حسب الـ product بتاعتك، هتجيب منين الـ data بتاعتك، وتجيب الـ resources بتاعتك كنزاي، والكلام ده كله، تمام؟ خليني كده نشوف الأسئلة اللي في الشات، وبعد كده نفتح الماك، نشوف الناس عندها إيه بالظبط، أو حد لو عنده مشكلة، أو حاجة محتاجة يفهمها، أو ندسكوس فيها، تمام؟ في بقى سؤال هنا، في البحث التسويق بندرس مجموعة عسئلة محددة، حد بين نعرفها من أحبالها، المهتمين، بنحلل الوضع الحالي للشركة، ونحدد أهدافنا اللي على أساسها بنحط استراتيجية للتسويق والتنفيذ، والكيب قويس، ونحدد اللي هنقيم على أساسها النتائج، صح جدا، اللي قال الكلام ده، صح، أنا عايز أشوف بس مين اللي قال الكلام ده بسرعة مش شايف، خليني كده نشوف هالة، صح جداً يا هالة، تمام؟ خلينا نشوف، ايه تاني؟ نشوف، يعني أنا كده، في سؤال بقى، يعني أنا كده أفهم إن الماركت أعمل واشوف الماركت، إن أعمل ماركت ريسيرش واشوف جانب المشروع، وقال فيه opportunity، المفروض، أو قبل كده، لو لقيت الدنيا تعمل زبط معي، بشتغل ماركت ريسيرش بتاعتي، تهم كده أنا صح؟ بص، أقول لك على حاجة، هو مفيش ستاندر، يعني مش هينفع مش لازم إن أنا استخدم الماركت ريسيرش وبعد ذلك كده اشتغل الماركت ريسيرش، لأ أنت أصلاً على حسب الكيس نفسها بتكرر أنت هتدخل الماركت ريسيرش عشان تدرس السوق لهدف معين، ولا أنت هتاخد ماركت ريسيرش عشان تدرس كل الجانب، يعني مثلاً أنا في السوق، وعارف العملاء، وعارف المنافسين، وعارف كل حاجة، ما ظهرش معي في السوق بتتشتغل عن ماركت ريسيرش، ممكن أدخل لأشتغل ماركت ريسيرش عطول، فهي مش ستاندر، هو أنت لو عندك مشكلة شايفة في السوق، بتبتدي تشوفها، تمام؟ مونة كان بتقول إنها أعزت تعيد جزء معين مونة لو 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 أنت معنا، قولي دي بس الجزء اللي أنت محتاجها في إعادة كانت إيه؟ مش عارف مونة لو أنت معنا، طب حد عنده بقى سؤال، خلينا كده ممكن عندك سؤال هالجزء اللي سرش بيكون موجود فيه جزئية البن والجن؟ آه طبق بص، آآ 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 بص آآ آآ أي بص اسم أحمد اللي بيساءن أحمد مصطفى، بص هيقولك على حيجة، حتة البن والجن والفير دول أصلاً بانقيس عليها، مم ليسهم تنميم طبق بالجزء بتاع الماركتنج نفسه هي جزء implementation يعني ايه يعني مثلا انا دلوقتي بعمل ماركتنج دي سيارش حل طب هل انا لازم نفهم البن والجان والفير اللي هو الناس بتخاف من ايه وعايز ايه والفصص دي اوه بس ممكن بقى تفهمها بالبن والجان والفير ممكن تفهمها بطولز مختلفة بموديولز مختلفة تفهمها بصوات analysis تفهمها بصوات stakes تفهمها ب5CS موديولز براحتك يعني القواعد براحتك المهم ان انت تفهم الobjective بتاعتك رايحة فين انت اصلا بتبني على ايه تمام فلازم ان دي نقطة اللي انت تخلي بالك منها او تكون فهمها يعني تمام خلينا نشوف كده مؤمن كنتت عايز تسأل سؤال لو عايز تسأل تمام وتشوف لو حد تاني عنده سؤال يريزي تحاند او يقول لي يفتح المايك يعني هو انا بس زي ما كنت بقولك بس ايه هي التولز اللي تساعدني واللي بس اللي عمل بيها الماركت ريسيرش بس انا بالنسبة لي هي الدنيا تمام هو بس عندي سؤال ولكن هو خارج الماركت ريسيرش شوية هل ينفع اسأله ولا خلينا بس نشوف او ممكن بس خليها لو ما حدش عندي سؤال في الماركت ريسيرش ان نخش في الاسئلة العامة بس عايز اقول لك اللي بنستخدمها هي اللي احنا تكلمنا فيها تعمل ريسيرش تعمل سيرفي تعمل انيرفيو تعمل مقابلات اجتماعات مع الناس كلها تعمل سيرش تعمل questions والanswer بتاعتها على على الجزء يعني هقول لك على حاجة انا من اسبوع او من ثلاثة ايام مش فاكر من امتى كان مثلا اللي تيم عندي اقترح ان احنا البروب بتاع ماركتن كومينيتي نخليه كل شهر نعمل كورس فريلي الناس فتمام اقترح كويس فانا عملت ايه او ايه اللي حصلت روح تنزل post على على الجروب يا جماعة فيه suggest 1-2-3-4 انتو رأيوكو ايه فكل الناس او ناس كبوزي كبير جدا جانب الناس قالوا كمام جدا مفقين وحنا ياريت ومعاك وبتاع فخلاص انا هنا فهمت انا مش محتاج اروح اسأل بحتة تانية خلاص انا عرفت الدنيا فيها ايه فإن كيس على حسب الكيس نفسه بتبني طولز بتاعك ما ترتمتش بسنا انا مش معترض معاك انا مش معترض معاك على فكرة ده كويس بس انا دلوقتي فيه client دلوقتي مفهود من انا هشتغله جديد فالclient ده هو مش عارف مين الكمباتاتور بتاعه انا عايز اعرف الكمباتاتور انا كالشوالان في الكمباتاتور ان انا عايز اعرف مين هم الكمباتاتور تقوله انت دلوقتي مين اعرب الناس لك في الشغل هم بيبقوا فاهمين محدش بيفتح براجر لما بيكون عارف هو مين اللي بنفس ده اول نقطة في عملة بيكونوا اغباء يقولك مفروض انت اللي جاي مفروض انت اللي تقول لي اول مفروض انا اقولك انا انا مستحر بس في انواع عملة كده انا اقولك سيبك من العملة ان العملة اصلا يكون مختلفة وطرق مختلفة وبيكون يعني لو رحنا في النقطة دي هقولك ان كل عميل مش كل العملة اللي تسأله بنفس السؤال ده ومش كل العملة اللي تسأله السؤال ده بالطريقة دي يعني انا مثلا ممكن عميل ما رحش اسأله السؤال ده ممكن اقول له ايه يعني فعلا وده بيحس اقول له تصدق انا شفت المنتج ده في حتة تانية بس مش فاكر فين هقولك اه ده عندي مش عارف مين انا بعمل كده عشان فا فانت حتة العملة دي خلي على جم بس اتعامل على الاتيتيود بتاع نفسه دي نقطة النقطة التانية نرجع بقى المرجوع جزء الريسيرش لو انت مع القرانج ده هتبتيت تسأله بأي طريقة بقى سواء سؤال مباشر او غير مباشر تانية نقطة بتلي تعمل سيرش اصلا على السوشيال ميديا اصلا وعلى جوجل وتبتيت تعمل سيرش اونلاين اصلا بتبتيت تعمل سيرش اونلاين ما لقيتش الكلام بتعمل سيرش اصلا على السوشيال ميديا على جروبات عليها الاجينس نفسهم يعني مثلا العميل ده يبيع ادوات صحية او ادوات منزلية تلاجات غسلات بتاعة مش عارف ايه هتلاقي في جروبز مثلا عملاء جمية تمام هتلاقي كل الناس بتشتري من على جمية عاملين نفسهم جروب كده هتخش يا جماعة دلوقتي انتو اشتريته اصلا ادوات منزلية من احسن خطة لجمية بيبيع تمام بلاش ده هتخش على جمية وتعمل احسن ريت مين تمام فاصلا على حسب الكيس نفسها بتبني التولز بتاعتك ما تخش حاجة في الماركون ستوندري انا لو جيت دلوقتي قلتلك اعمل مستخدم تولز واحد كل حاجة متغيرة على حسب الاندستري اللي احنا بنشتغل فيها على حسب الاندستري وعلى حسب البيزنس نفسه على حسب البيزنس بتاعته على حسب الوقت اللي انت بتعمل يعني يعني انا منافسين بتوعك في ممكن يكون غير المنافسين بتوعك في الاعمال العادية تمام يعني مثلا فيه ناس بتنزل مثلا بعروض في بتاكل الدني هي اكل. انت مش عارف الناس دي ازاي بيشغالها بالاسعارة دي. تمام? في الاوقات العادية لأ هما بيبيعوا احسن حاجة. فيه ناس تانية بيبيع احسن حاجة. تاهم اصلي? انا لما عملت كده كده كنت شغالة اي كوميرس وعملت لهم اريدي بلاك فرايدي. انا فعلا اريدي دخلت شفت ايه العروض. انا ما دخلت شفت لحد منافس بعينهم. مش منافس مباشر. لا شفت العروض اللي الناس اريدي عاملها. انا عملت كده سيرش فيها لان انا شفت مين الناس اللي عاملة. واقتراحة انا عملت شيت كده بالاقتراحات اللي احنا ممكن نعملها من الافكار انا جبتها من الناس ثانية. يعني انا. انا دف نفسي انا كل اسبوع انا اقول لك على حاجة كده انا بعملها عن نفسي. يعني برضو ممكن غير يستفيد منها. انا دايما بسيرش دايما اقعد اقلب على الفيس اي فكرة انا شايفها قدامي جايبة نتيجة والدنيا كمان سكرينشوتهم لازقها على باور بوينت. اعمل مسلا تلاتين اربعين سلايد وبعد كده اه بقى احلل كل اعلان عشان اقدر اطلع بافكار جديدة تقدر منتساعدني في الشغل بتاعي. دي حاجة انا بعملها ودي بتساعدني جدا ان انا قادر ان انا اطلع بماركت ريسيرش برضو كويس. حلو جدا. هي اهي اهي او بعد انا ما اتمنى فيه. الموضوع اصلا مش مهتمدة على والله يخد ده معمول في مسألة حسابية ويطبق عليها. الموضوع مش كده خلص. اه تمام. اه كده احنا متفل كين مع بعض. اشكرك جدا يا محمد. خلص هخلص سؤالي البيض. محمود محمود. خلص. انا افضل محمود. انا اصف عش. اوكي. انا هكلمك تاني بعد ما نخلص. خلاص اوكي. تمام. حد تاني انت كان عندك سؤال لو ما حدش عنده حاجة في الماركت ريسيرش ممكن نروح للسؤال. اه حد عنده سؤال في جزء الماركت ريسيرش. هيكي نشوف اه ايوة. ايوة. الزاكي يا سهيل. الحمدلله. تمام الحمدلله. اه هو حاجة وسل. وحاجة قلت لما هنعمل البرودكت لما هتعمل له ترايل بعد كده وهنسأل الناس بعد كده ايه المشاكل اللي وجهتكو او ايه الحلول اللي انت لهم ممكن يطرحوها بعد كده وممكن بعد كده احطها في المنتج. انا يعني وحاجة قلتها تقريبا هنبيع شعيتها في سعر التكروفة او السعر ان مش هيكون هو السعر النهائي يعني. ازاي اما الناس دي تجيب لي العيوب اللي في المنتج او ان هي اصلا تني بالفعل ترجعلي تاني وتقول لي المواصفات او تكون اونست معايا اساسا. هتكون اونست معايا لاننا المفروض بديل معهم الموضوع اه ان انت واخد المنتج اصلا عشان ترايل. فانت بتاخده بسعر اصلا مش سعره. او ان انت بتدهول لهم اصلا وهو فيه ديل متفق علي ان انت هتاخدها. ولو لقيت فيها عيوب وتستكشفها وتقول لي عليها هتاخد قصادها واحدة جديدة. من النسخة الجديدة. زي بالزبط كده لما بينزل مسلا برنامج صوفت وير. حال? مش بتكون مسلا الباتش الاخيرة بتاعت او الحاجة الاخيرة بتاعت. يروح ونزلين ببرنامج فيروس ويقولك اللي هيكتشف فيه عيب هياخد مبلغ معين. هو اصلا ده امشي الفاينال. هم بنزلين بيعملوا ماركت فيه عشان يشوفه. لو فيه عيوب فيه يروحوا مصلاحين ومزلين فيرجان جديد. وبدل ما يعمل يصرف فلوس اصلا على اه وبيكون فعلا الناس اشتريت البرنامج. بدل ما يصرف فلوس على انه يعمل ماركت ويصرف على السكيل الواسع ده. لا هو بيبيع بسعر قلال او بسعر عادي جدا وبيدي الناس النسخة الجديدة عادي جدا. تمام? بس كل ده في سكيل صغير عشان ما يعملش شير اه بالنجاتف بوينتز للناس اصلا عن المنتج نفسه. يعني ما اغرقش الدنيا من المنتج وبعد كده اشوف لا انا ببقى ناس معينة وعمل لاشت بيها وانتابع الناس دي بشكل كويس. عشان ما ما اروحش افريش السوق على اساس ان انا بتست واللي عنده عيب ييجي يقولي ولا ان السوق كله عارف ان انا عندي مشكلة ومحدش اشتري من عندي حتى كنت معدم عبداله. تمام? ايه تاني? حد تاني عنده سؤال? تمام? موام انت كنت كان عندك سؤال تاني برا الموضوع نفسه. تمام بص هم كذا سؤال بس سريعا. يعني مش عاطلك بهم. لا لا اقول اقول. اهي اقول. الله خليك يا رب. بص انا عايز بس انا كنت بلكده كتبتلك في الكومنت بس تقريبا الكومنت راح من عندي. انا عايز تساعدني ان انا اطلع بكلمات الانترست او الديموغرافيك او البيهيبيورز بالنسبة لفيسبوك. لما اجي مثلا اعمل كانبين او حاجة. كان فيه تولز انا كنت بستخدمها بلكده. كنت بخط عليها الاندستري معينة فبتطلع لكلمات الانترست. بس مش دايما بلاقيها احسن تولز. فانا كنت باسمع ان فيه تولز تانية بتطلعها لالانترست او الديموغرافيك او البيهيبورز الحاجة اللي تناسب انا ممكن اطلع بها للكامبين دي. هل فيه تولز معينة غير. انت قطل لي جوجل حاجة تقريبا على ما اتذكر. بس الكومنت راح من عندي. انت عايز تعرف الناس اصلا انترست. بص هو انت عندك فيه تولز كتير. فيه عندك كيوردس كيف وير. انت طلقا اي? actions everywhere. ايه? keywords everywhere. keywords انت انا عفتق بص ايماني. تماما. بص ايماني انا امرش ال يعني هاسلا الفيديو دا هينزل على على يوتيوبي يعني فانت بتفهم? بس انا هاا. ما عنديش مشكلة عادي يعني ان الناس تفهم وتاخد كل حاجة بس انا مش عارف وقفين او بس شايف كيووردز افري وير دي تمام اها تمام تمام دي دي هتاخدها دي اكستنشن تمام دي ممكن تتاخدها هتفري معي عندك برضو لينك ريسيرش برضو بتجيب لك ريزالت كويسة في الجزء بتاع الكيووردز تمام عندك ايه تاني عندك كيوورد سيرفر دي برضو كويسة جدا تمام عندك لو انت اصلا ما عندك كيووردز مثلا ايه شايفة دي بتطلالي حاجات تخص جوجل دي حاجات بتطلالي بتخص جوجل حالو انت اصلا في السوشيال ميديا معتمد على الالجرزم اكتر من الكيووردز نفسها ما انا فاهم بس دلوقتي لو انا في اه طب اه بما ان احنا بحاجات تخص الناس بس انا هقول لك على انا هقول لك على انا باستخدامها بما ان احنا بتنتكلم في حاجات تخص ان يعني ان هي تستفيد منها الناس فانا كمان برضو حابب ان انا يعني اشارك معك في السواد دوت برضو بس ايه المشكلة ان اللاب بتاعي بس بيفتح لسه فيه طولز برضو انا برضو انا برضو اريد ارفع لك اسمها كنتنتيو تقريبا دي التولز انا بستخدمها بحط عليها مثلا مثلا فاشون يطلع لكل الانترست الخاصة بالفاشون تمام يعني الكلمات اللي انا ممكن اخدها احطها في الانترست فاشون تمام حلو جدا بس اصلا فاهمتيني كده انا اصلي ايه انا فاهم بس الحاجات دي متخيرة ما بين اكاونت و اكاونت فاهم اصلي انا فاهم ما بين اندوستر و اكاونت لا مش اندوستر و اندوستر يعني انا بص يعني هقولك على حاجة انت دلوقتي لما تيجي في الاعلان و تيجي تفتح عشان تحط البيهيفور مثلا او تحط جزء الانترست حلو؟ تمام؟ معي ممكن في اكاونت تحط كلمات متلاقاش في اكاونت هنا اصلي متسمعش معايك فاهمني؟ بمعنى ايه يعني مثلا انا دلوقتي انا اتنين اكاونت في ايه عندي اكاونتين اعلانات حلو؟ تمام تمام؟ انا دلوقتي خدت مثلا كلمة بتاعت شنط مدارس حلو؟ ولقيتها الناس انترست بيها ومعلا زيه احطها في اكاونت هلاقيها و اكاونت تاني مش هلاقيها ايه بصراحة دي ما حصلتش معاي قبل كده جرب كده لو عندك كزا اكاونت لو عندك كزا اكاونت و شخص احنا ان كلهم متوزعينا عصب لسا ده لكن سؤال ايه؟ بص انا بصراحة مش عارب بس انا اللي بلاقيه لا بقولك انا مش عارب بس انا بلاقيها عادي بتظهر معايا بس انا بقولك ايدي في الانترست لكن ما فيش حاجة مثلا في الديمو او البيهيبيور زي الديمو البيهيبيور زي لت يعني بيبقى حاجات تانية اكتر شوية حاجات خاصة اللي هو زي السمول بزنس لما انا باجي اه بص او احنا كمان بنعتمد بنعتمد على بيزنس سيوت برضو في الحتة بتاعت بتاعت الاوديينس نفسها وان احنا نشوف فاهمني؟ البيزنس سيوت او الجزء بتاع البيزنس سيوت يكيلا عندي البيزنس سيوت لحد الوقتي مش موجودة عندي على البيزنس وكال انت الدعمت ايها هم هم يدفوها لي وإلى الان برضو حما لسه مش رادييني ادفوها ولن مش عارك لئيه مص كده انت عندك جزء ايه البيزنس في جزء البيزنس عندك جزء البيزنس تمام؟ في جزء البيزنس سي كده بتعمل ايه باقي؟ بزبط انا بطلع بيها هنا بيطلعون الناس بيهتموا بالصفحات ايه? اه الوكيشن والزن والجندر والانترست كمان بيطلع عليك وبعد جاء بيقول لك اصلا طبيعة الناس نفسها. لا فين الانترست هنا? انا هنا انا هنا وصلت لحت التوب بيجز. في هنا حاجة في الانترست? حاجة في الانترست ايه? يعني الناس مهتمين بكلمات معينة في الانترست? او في الانترست اه هنا اهو مثلا انا بنت هنا اقول مثلا ماركتنج او. ثانية كده. تمام اهو? اهل الماركتنج موشا ماركتنج بيرير ديجيتل سوشيل ماركتنج كماشي. فكل الناس الانترست بالماركتنج هم 22 مليون و22 الف. تمام? وادي سنهم وتفاصيلهم طبعا على حسب الوكيشن نفسه والزن من كام لكام. مسلا. ايوة بس ده خاص بالمجال بتاعي? ده خاص بقى انت على حسب بقى ما تكتبين انت اصلا الناس انترست بايه? ملوش علاقة بالبيت ولا لعلكها بايه تفاصيل تاني. انا عايز كل الناس انا بكان في كل الناس المهتمية بالماركتنج سن ستة وعشرين سن خمسة واربعين بلغة معينة في ماركتنج معينة. ده ماركت ريسيرش اللي انا بعمله بكان الاوديينس انت سايد صحي كده? او انت انا بقولك بقى في تولزي مختلف انا ممكن انا لو انا اصلا عايز اعرف حاجة لها على فيسبوك او او اوديينس على فيسبوك ببتدى ريسيرش من هنا عشان ابتدى انها لسيز الدنيا بتاعتي. ايوة ده ده بالنسبة لو انا بعمل اي اندوستري. صحي كده? اي اندوستري. مالوش لقى مالوش علاقة بايه. مالوش علاقة هو اي اندوستري اه. بص انا عايز بقى وارك اي 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 اوة دي حاجة انا كنت بعرف منها بس لالاسف يعني خلاص انا فرضت المصابتات اللي كان عليها. من كريتر استوديو انا كنت بخش بعرف الكلمات الانتريس ازا ما نفسها. من كريتر استوديو من جوا. حلو انا انا ده كله فاهمك. بس انت برضو يعني هيا كلها تولز. بتعتملك اجبعش Orisaretador استوديو مايجيبهاش. ساعات تيجبه هنا خلقات ما بستغ antibش به اسبيل نفسها. وращ اخدم حاجة تانية. لا لا لا. بيجيب لي клام الي خص بالان دستة اللي انا شغل علي يعني بص معلش هون دولاتي ببعث لك من زوم تاني معلش أسعى إذا أنا بس ممكن تقبلني تمام أوكي هو بس لسه جاي آه هو بيفتحها معي هوا تمام المفروض كده إنه تمام هوا انت كده قبلت صح كده أنا كده دخلت معيك من إيميل تاني كده أنا دخلت معيك سانية بس هنعمل شير سكريم ممكن بس ديني الإذن إنه نعمل شير سكريم معك آآآآآآآآآآآآ شوف كده تمام هوا منت كده شايف اللاب بتاعي مزبوط؟ هو لسه بيفتحها تمام كده فتح تمام دوس أنا بس اللاب بس عندي بعفية شوية لحظة هناك نقول بسه نعمل شير سل\'92 أصدقا' بها في منها جزء بيت آآآآآآ Gott! فقد يفقينا كل قوم بقى هنا كلمة fashion بيطلعلي كل الـ كل فا شهور ي vendo دي كل الانترست في العموم مش فيسبوك بس عشان تبقى عارف لا في العموم اه تمام بس انا بقى عوزها بستخدمها اكتر في فيسبوك يعني عشان كده هي بتفيدني حلوة انا كنت قبل كده بعمل حاجة عن الايفنت عملت سيرش جاب لي بص كل الانترست كل حاجة المخصصة بالايفنت اي 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 فانا بقى عايز اعرض هالفي تونز تانية زيها انا انا معرفش معرفش غير connected بس فانا لو لقى في حاجة تانية هبعت هالفي وانزلها على الجروب طيب دي بقى برضو هنا النقطة اللحظة انت بس عشان تبقى عارف السيشن تنزل على يوتيوب بس عشان تبقى انت يا اما تعمل تقفل اسكريم وتفتحها تانية يعني براحة اه وانا بس كنت عايز اوريك الجزئية اللي انا ممكن اجيب منها من كريتور السيديو بس من جوة اللي هي نقطة الاناليسيس بس اي او فهمك انا كنت بس عايز اوريها لك هيا دي اللي انا اعتمد عليها برضو ولا ما اعتمدش عليها مش هتكون شغالة يعني دي فيه مسلا بستات الناس لسه انا بشتغل لها يعني فعشان كده بس هيا بس اللاب اللاب عندي بس للاسف زي الزفت فخلاص انا هوقف الشير دلوتي علش لا 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 تمام مش رضي تفتح والله انت عندي مطيق جدا طيب خلاص دي بالنسبة للاول سؤال لو انت بس قبلك اي حاجة تانية يا ريت بس تعرفولي طيب فيه طول دلويلة لسوشيال بيكر اه سوشيال بيكر فيه فان بيج كارما انا بحبها قصلا عن عن سوشيال بيكر ناسم فان بيج كارما اه بيه مدفوعة ولا مدفوعة 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 مفيش حاجة فور فري اه سوري فري اه فري اه سواني انا هفتحها برضو ووريها لك عشان تبقى انت اه تشايفها او برضو بقيت الناس تشوف يعني اه 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 continue اه اه هي بتديك كل التفاصيل details حاجات مختلفة بتعمل analysis للposts بتعملها حاجة كتير يعني فهي بصراحة بالنسبة لي اخضر analysis حاجة كتير اي طبعا بتضيف بقى فيها social beaker للأسف مش بيجيب للأسف كل اي social beaker مش بيجيب لكل حاجة لا لا هو ده بدا بصراحة افضل جدا وبشتغل معك فيسبوك وانستجرام وتويتر ويوتيوب ولينكدين وتيك توك كمان تضفي اه بيجيب لك تفاصيل كتير جدا يعني بصراحة انا انا نفسي بستخدم fanpage كارما يعني بالنسبة لي افضل اه كارما يعني انت عارف انت زن على بتوع زن على بتوع زن على بتوع زن على بتوع وتابع بايميل تمام تمام وحول ما تشغلش على نفس ال IP اكتر من اكتر من اكتر من انا مشعمل اكاونتات تانية بص متأكدها بالهواية بتاعتها وكله تمام يعني تمام لا يعني انت ما ترى قصدي مش يعني بلاش اكاونتات جديدة طعيم؟ لا مش عامل اكاونتات جديدة اكاونتات قديمة بص يا محمد بص يا محمود انا انسف بص انا بعدت دلوقتي على الشات عشان برضو الناس اللي عايزين دي المكان عشان بس هنعمل فوق عندي بالعرب عشان قبل ان انا نكلم الدعم بس انا عايز بس ارفعها على الشات مش رادة تترفعها للناس بس يخشوا على كاريتر استوديو وهيلو الانتمامات عشان يرافوا منها كلمات الانترست بس هاي دي المنارة تترى عادة عشان انت انا انا انزلها وقعتها لغة نايس او كده او ناس ممكن تبقى انا بسيبها للناس في اول قومنت في البوست اللي انزل علي الجروب بعد السيشن واو وحطها لهم فيها خلاص او هقولها الحيط انا منازل البوست خلاص لما نازل البوست احطه في اول قومنت خلاص مش هحط النقط دي في اول قومنت ببطنل يا ربا حكرا اخر بس السؤال عندي بلوقتي انا لما بيجيلي كلينت دي الكزماتيكس او مثلاً حد جايلي عامل بلاطية على شكل قديدز او الكلام دوت انا ايه التركية بس معلش ان انا في حاجات عشان عشان ما يتفيدش صح بالضبط عشان ما يترفيدش بجاية كده في حاجة بيعملها الديزاينر بيخلي اللوجو مش باين وفي نفس الوقت يعني مشو بس يعني يعني مش لا مش كده هو بيحاول يضحك على الاي اي بتاع الريفيو اصلا بس مش كل الديزاينر بيعرف كي عملوا يعني اطلبها من الديزاينر ازاي اه انا ممكن اعرفلك بالضبط الديزاينر بيعاملها كيف انا كنت تعرف هاد دزاينر وكان بخلص القصة دي مع البراندات اللي عشان معها بس كان ده من فتا طولة يعني بس انا ممكن اسأله بس انا بدي لوكان عميل انا عنده بحاجات القديدة بس استعداد بس صعرة ربنا اقلتل له دي ممكن تكفي لنا الحساب عشان كده رباطك اللي انا اشتغل. ايو ايو. بس هو ايو تماما ممكن انا اغمش لك عليها بحيث ان هي ما تبقاش باينة فمش عارب بقى هل كده هل تركب برضو ولا لا. تمام خلاص انا انا ازبطها. ايو. كوزماتيكس. كوزماتيكس برضو ببقى عنده المشاكل اللي قوي. لا بص اقول لك جزء الكوزماتيكس ده جاب كبير جدا جدا. انا هممكن يبقى ناعد نتكلم فيه لو انت حبيت يعني انا ممكن ابقى ساعدك بشكل جدير مفيش مشكلة. بصوات جزء الكوزماتيكس ده دي دوية كبيرة يعني. ونسحة مني. كوزماتيكس اشتغل اي كوميرس. واو. واشتغل جوجل. يعني احسن لك بكتير يعني. ويبسايت معلش اي كوميرس ويبسايت وجوجل. اه اه يعني جوجل افضل بكتير جدا في حطة الكوزماتيكس دي بصراحة. ايو بس افر لو هم عمدوش ووبسايت. اعمل هلو على صفحة الفيسبوك تقصد يا. اعمل هلو اه اعمل هلو على صفحة فيسبوك اعمل له لاندينج بيج بسيطة. اعمل له شغل على يوتيوب لو هو حاجة على يوتيوب كده يعني نزل له حاجة. انا عايز اشتغل بها على فيسبوك بكتير. بسمع دايما. اشتغل له شوب. اشتغل له شوب. ايه? على فيسبوك شوب. اعمل له شوب هيكون افضل. معين? انت قصدك اللي هي كانفاس? ااااا. انت قصدك اللي هي كانفاس? لا لا لا. طورة كبيرة وبقيت الطورة. لا 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 مش قصدك. اقصد ان انت تكريت الشوب بتاع بتاع البازنس اكاونت نفسه. واتشتغل شوب بانستجرام طبعا وفيسبوك. ده هيبقى بالنسبة لك افضل. ده مش هيقفل الاحطان هيك كزمة. الاحطانнее. لا لا لا. لا لا عايد. اقول لك لي? اقول لك لي? لان انت اصلا لو لو بتاع ده لو بتاع ده لو لو تتقابل اصلا عليه الشوب. مش هيحصل له مشكلة في القادة. فلو عدم من الشب يبقى انت كده خلاص بنزلك في القاد مش عاصل اي حاجة. لو عدا ان الاد مش عاصل من اي حاجة. انت دلوقتي نزلتو عالشوب حال? تمام. بعد ما تنزله عالشوب بيديلك لأ المنتج مقبول او مرفوض تمام? اديك مقبول. او او اديك اديك ان هو اوكي تمام البرواتف مشكلة خلاص هتشتغلوا قادي. اديك ان فيه مشكلة يبقى انت ما تشتغلتش عليه قادي فمانوش علاقة بالاكاونت اصلا مش يعمل لك عليه حاجة. وفي نفس الوقت يبقى انت عارف ان فيه مشكلة ما تشتغلوش فاهم? احيانا اصلا قرى بتنزل البرواتف عشان تستاهل اصلا على الشوب قبل انشغلها قادي. كنوع من انواع تيست ايه. طب انا هنزل على الشوب اهو الشوب عشان ما نزلتش حاجة على الشوب قبل كده لازم اللي منزل على الشوب بيتقبل? ما هو او انت لما بتنزل على شوب من البيزنس لازم بيجي لك كويست. يجي لك ان ده اه ينفع تشغل عليه او ان البرواتف يزهر او ما يزهرش. مش اي منتج بتنزله بخلاص اشتغل. طب تقدر معلش لو لو لما تفضأ او لو قدرت بس انت عاملها توريني بس انت ممكن تعملها ازاي تنزيلة والكلام ده عشان النقطة دي ما ما دخلتش فيها خالص قبل كده. انت انت عندك بيزنس اكاونت? صح? اكيد. عندي بيزنس اكاونت? اه. هتدخل بس اخر هتدخل على بيزنس اكاونت اخر حاجة اسمها ايه كومورس? تمام. هتخش عليها ترفع المنتجات. بس كده اتقابل التمام كده وبعد ديها هقدر ان انا امول عليها. اه ولا اي حاجة انت هتدخل عليها تفتح اه وتدي في الاكاونت مقام ما اه ما اه ما اه ما اه اه ما فيش مشكلة وان المنتجات تمام خلاص هيفتح معك عادي جدا ولا اي مشكلة هيفتح عادي ولا يديك اي مشكلة ولا ايرر ولا اي بتاع. خلاص مش هجرب النقطة ديها ولو في اي حاجة هرجعتني اسألك. لو في حاجة برضو كلمي. اكيد اكيد انا بشكرك جدا معلش ان انا اتعبتك وسألتك كل الاسئلة ديها تنقاسب جدا. ولا اي حاجة ربنا ايوفاك وانا يعني. الله يكلم. بس في حاجة دي اكتب في الشات اه نوم احتاج عقادة تسويق. حضرت معك اي عقادة تسويق معلش? اه في كان في حاجة نازل الجروب قبل كده في المفاترة. انا ممكن اعمل ربلاي عليه وانزله تاني مش اي مشكلة. بس انت لو لو دورت في الجروب هتلاقي بس انا ممكن ابعته لك. انا انا معي انا معي عقد فلو حضرتك يعني لو هيك لو حد عايز ممكن انزله في الكومنتات برضو. مفيش اي مشكلة عادي. خلاص مش انا هنزل لهم برضو العقد ده وتلشان يستفيدوا بيه برضو ان شاء الله باذن الله. خلاص باذن الله تمام. حاضر. انا اوكي. انا بشكرك جدا بشكوانس محمود وعااسف ان انا طولت عليك. عااسف جماعة الاطالة. بعتذرلكو جدا. او لا اي حاجة اللي ربنا احساعدك. انا ازن حضرتك. صدح. ماشي يا جماعة ان شاء الله يعني خلاص الناس اللي اللي بتبع الفلسيشن وبتنفس التسكات تبعتها على الميل عادي كدا زي ما احنا نكملين بتعمل مارك تريسيرش بتاعه وتبعته او مارك تريسيرش بتاعه وتبعته. وانشوال المرة الجاة انا اتقلبت حاجة مختلفة ومتمسوش ان احنا بنتقابل كل يوم اثمين على اي يوم الجوم على زوم. الساعة تسعى لكم. اه. إذنك يا محمود? او الزيك يا مونح. ما ليش يا محمود? الزيك يا محمود يقولي. كلانا الحمد لله. حضرتك انا لو عايز ا انا سوق اونلين وعايز اعرف المنافقة غير مباشرة. في حاجة توصلني دي? العملة نفسه. العميل نفسه نسأله لو انت دلوقتي هتستخدم منتج غير منتجاتي بترها غير مباشرة بقية. فالعميل نفسه هو اللي هيقولك انا باستخدم ايه غير منتجاتي? يعني مثلا فيه ناس بتروح تشتري صبار عادي جدا بتحطه على شعرها. فينا ستانية بتروح تشتري زيد صبار بتاع ديبر املة. ممكن تشتري زيد صبار بتاع فاتجة. ممكن تشتري زيد صبار بتاع ايفا. كل دول منافسين مباشرين ايه? لو راح بقى اشتري صبار اه من عند العلاف وقطعه وحطه في مية والكصص اللي بيعملها دي. يبقى ده كده غير مباشر. فلت تسألي نفسه هو اخطر حد هيقولك بالجهة. طيب انا لو عندي شغال على الويبسايت. الويبسايت ده واقع حالة. آآ يعني ظهر نسبة خمسة وتنزيمة المية. فالافضل ان انا آآ ارفع الويبسايت ده. لا 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 ترفعوش. ولا اغيرو. لا بص ولا ترفعو ولا تغيري. انت هتروحي على آآ على اكستنشن انا بعته لكم في الشات اسمه تمام? هتاخدى الاكستنشن دي هتضيفها في في جوجل عادي جدا. هيقولك كل المشاكل ايه بصضبط? هتطلع المشاكل دي وتروح اللي اللي عامل ويبسايت. ودي المشاكل اتفضل حلها. اول ما يحلها هتروح مكمل على الويبسايت عادي جدا. شاية حاجة. انما ما تهدوش بتعميها من الاول والكصة. طبعا? مالش ممكن تبعتها في الشات? انا بعتتها في الشات. انا بعتتها في الشات. انا موجودة عندين الظهرة. انا بعتتها. عموما هي W-O-O-R-A-N-K. طبعا? وانا بعتتها في الشات برضو. يعني بص كده في الشات هتلاقيها. هي مش موجودة يا باش مهندس. الطول دي دي مهمة جدا. انا مش عارف انا انا بعتتها والله. ايه دابتها. انا داني. ايه طب ثاني. انا 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 قتبتها تاني. بس مش عارف تجابلي in waiting هاي كده غريبة. مش عارف in waiting ايه دي. طب انا رغيتلي فكرة احسن. سانيا كده. انا انا اقول لك عارف حاجة احسن. انتو شايفين ال screen كده صح? اه تمام بحلو. هي دي الزبت. تمام كده? تمام. تمام? في منها عادي جدا اول ما بتفتح بتديك كل التفاصيل بتاعت الويب سايت بالانانسيس بتاعته بالتفاصيل بتاعتها بالأرر وحلها ايه كمان? تمام? انتو شايفين اللي طلعه بتعد دي او ماشي افسها من كده? اوكي انا عارف لي وعملتها. حلوة جدا. طلعي بقى الايرورز اللي افسها? اللي عمله الويب سايت. بسي بقى او يعني مسلا. ان انا مش معايب سورس بتاع الويب سايت. ما وفين الويب ديفولوبر اصلي? مفيش ما حد عمله من زمان. اللي عمله من زمان ده مش مديكو يوزر نيمو باسورد للسيرفر والدومين والحاكات دي? المفروض في في يعني ارجاعي اللي كان متعايد معي هتلاقي معها تفاصيل هتلاقي معها اه تفاصيل لأي سيرفر او او اي حاجة. وهتطلعي التفاصيل دي المهمة هتطلعي زي كده. تمام? وتدهانه. والمفروض هو هتشوف المشاكل فين دي وتحلها. هنا هتلاقي المشكلة وهنا هتلاقي حلها ايه بالزبط? يعني انت عندك مثلا فيه سور هنا. اسمقها مش مزبوطة. تمام? Amazon News مش عارفة حاجة كده غيره. لكلبتي خالص بقى مش عارفة توصلي للموضوع نفسه. مش عارفة عميلة يعني توصلي للويب نفسه خلاص عميلة واحد تاني. بس انتي مفروض تكون معاك اصلا يوزر نيم و باسورت لريسورس بتاع الوبسائد هي. معايا الوزر نيم بتاعي و معايا الباسورد. بس هو المقول ان انا باخد بسورت بتاع الوبسورت اللي اقدر عاجل دي على الوزر. انت اصلا انا عندي سؤال تاني. انت اصلا عارف الوب ديفولوبر فين؟ هدو دارتي وصلي له اصلا. لا هو حاج. لا هم قالولي اللي هم اتعافه من الزمان واللي معاه الارقام وكده فهو مش مش كافر. بس مشاكل الشركات دي ما بتفلص. هاتي واحد تاني واعمل لهوبسائد جديد احسن. انا قاسف اني قلتلك اشغال لهوبسائد. بس مشاكل الشركات دي ما بتفلص. فكهو بس انتي اتكل على الله واعمل له واحد لمي جديد احسن. طيب. 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 لو عايزة اعرف الاندستري. اه الاندستري. وقت اه judgment بتاعو. ملا اي 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 اه اعرف legislature اي ايه. تود معاي legislature اعرف وقت الخمول بتاعو و وقت النشاط. اعركعي للسيزن. اعملي السرش عشان تعرف السيزنن نفسها دي حاجة تانية. روحي للناس اللي اللي مهتمة بالاندستري وسأليهم. امتى اكتر وقت بتشترو فيه امتى اكتر وقت ما بتشتروش فيه. او روح لي الاندو ب unseremनee واقول له انت بتعلق اللي المبيعات نفسها بتعلق امتى وبتنزل امتى. ما هو الامر ده حد ريخ مجامد وبيطلع معلومات اه. اتقالي ما هو انا هتخدمي ازاي وانا جاي عشان اخدمك. انت شركة كلها كده ولا ايه. خلاص روحي اللي بتقول مبيعاية الامت بتبيعه امتة كتير وببيعه امتة قليل. او روحي لحد في نفس الاندستري في شركة تانية تكون يعرفيه يقولك امتة السيزن عالي وامتة السيزن واطي. وبعيدا عن الشركة كلها خلص. انا مش سامع معلش. الاندستري ده هو عن اه المسامير والاسلاك المعدنية. المسامير ايه? والاسلاك المعدنية. حال. فهو الناس دي شغالة اه اوفلاي. والشركات مواصفها اللي انا شكتها انا انا حوالي عشرة عملت بحث عنه. روحي روحي اللي بتوع الموباليا. بس انا اعتقد اعتقد يعني من خلال يعني 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 باكتي بحثة بسيطة في الاندستري دي. ان اصلا الصيف بيبقى اعلى. ليه بقى? لان بيبقى فترة تقفيل يعني اللي بيتجوزه خلاص هيقفل هيخلص يعني هيقفل شائته. فهو بيقفل شائته بيبقى فيه صح بيبقى كتير بيلاقي حاجات كتير كده. اتكوامت عايز لحق يعملها فبيشتري كتير. يعني ده 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 من خيال تفكيري. الله اعلم صح او غلط. انا بحاول افكر معي كتير. انا جيت اه اوديونس اللي هو اه كما بيعملوا مصانير بتنفع اه اه سياضة بتاعة السيارات. طيب شركات المصنع العربيات والتجميع العربيات. المصنع الموبيلية. اه محلات عيدة واجوات. وشركات تشتبات. اه معملية. والنشغالين في الانتوريور ديزاين. بس انت اعملي 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 اه حاجة اسمها اه استي بي اللي هي سيجمينكيشن تورجيت بوزيشن. تمام? ومنها اقسمي تشراح زي ما انت مقسمها كده. وبعد اما اتقسميها. وبعد اما اتقسميها. وبعد اما اتقسميها. موجودة على طول يعني اندستي مش موجودة. القصص دي كلها. تفهمها? تمام اوكي. انا 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 اي اسمها استي بي انا بعتلك اسمها في الشارع. بس هي عموما يعني. انا عملتها عملتها مع حضرتك وصلنا عليها اللي كده. باب الحمد لله. الحمد لله. شكرا. صحيح. تمام. هو جدا تمام. اه لو عايزة اعمل تطورات واحدة وقياة في المجال بتاعي. يعني انا فتشغالة سوشال ميديا. فحاليا استبيت اس اي او. حاليا. بس اي صغير اعلى صغير يعني. لو عايزة اعرف تطورات المجال والاحسايات اللي تلزم الكلام ذا. حلو. خش على على ايه? على ايه? على ايه? في ثانية كده اسمعك. اه في ثانية. ثانية هقولك في في يا جماعة اللي عنده صوت يعمل مينوت بعد بزنة. اه ممكن تخشي على اه ثانية هقولك على ايه انا. في اه. خشي على سم راش اكاديمي. تمام? وخشي على في اه. في حاجة تانية هبقى معطيها لكي بعتلي ميسج. وانا اقولك تجيبي منين الكلام دا كل. تمام? بس هو عموما. اه. في في اكستينش. انا مش فاكرها. هي ابتدت حرف الزاد. اه بينزل عليها كل حاجة. اهو خشي على موز. تمام? معي? مش عايف سمعيني ولا? بس خشي على موز. ام او او زاد. هتلاقي كل اللي انت عايزها. هاو خشي على الجروب عندي هتلاقي فيه اصلا سلسلة لوحدها. اه في الاسي وفيها كل التفاصيل بتاعت البدايات كلها. بكل اه بكل بتاعتها بالتفاصيل بدخل المجال بالكلام ده كل. انا اوكي خلصتها. خلصتيا ما شاء الله. خلصتها حضرتك تأخر حاجة كنت تقول ان لسا فاضل الاجباء في التكنيكل فكان على حسب طلب وقتها ان ما كيش حد طلب تاني توقفتها حضرتك. طيب اه هقولك هل هيكتبين انت خلصين كلهم صح? اه. طب طبقتي عليهم? اه. بعتلي التطبقات دي وانت كامل. حتى لو هنتابع على الملعة دي ما عندش مشكلة بعتهم لي وانه نصبت شوف وصيلة دي فين وقولك دي الجاي على ايه. اه اه انا لو اه حد صالب مني لطريقة الاول ان انا اه في السي او. حي لا. عارفة اللي احنا كنا رسا مطلعنا. اه. هي دي نفسها بتخذي منها سكرين وتحطها في فيل وورد وتعمليها بديف وتبعتها اه انا ستنى 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 اه اه. اه اه. اه اه اه. ايه اه اه اخطاء اه اه قلوه دي الاخطاء وال والانالسيس بتاعت الويب سايت دي ودي الحاجات اتعضي. المصفود ان انا بعمله بعد كده تحرير منافسين coach بعد احصاله الاخطاء الكلام ده ان انا طريقة. لأ بعد الاخطاء والكلام ده نبتدي لصحح الاخطاء بعد كده نخش في النصص المنافسين Bouringsة. لان انا. آه. تايف. انا عايزة بعد كده ان انا ححل المنافسين وعمل اكلام ده. آه بعد كده بتخش بقى في كل الانالسز كلها اتحلل الكمباتيتورز والكاستمرز نفسهم او وبعد كده بقى بتبتيت بتبني استراتيجي عالكلام ده. تمام كده? كده مش مرتبطة بالمعينة ممكن اعمله. لا لا خالص بصي فالرأي ما بين يعني انا عندي دلوقتي مسلا اه اه عايز مسلا اعمل كمباتيتور انالسز حلو? ده جزء الماركتينج. في بقى بتساعدني على ده ممكن اشتغلها بصوات انالسز ممكن اشتغلها بسوستاكس ممكن اشتغلها بسمورت ممكن اشتغلها بفاف سي اس اي مجيولز با اي حاجة ممكن تشتغلي بيها. مو من ان انت عاستي لما لكم باتتور انالسز. ما تركزيش بقى مع المجيولز نفسها. اه اه في احمد. معيك. عندي مشموعة في سرعة بعد ادنك بس. ايه? عندي مشموعة اسئلة بعد ادنك. اه اتفضل. تمام. انا بي نسالك على حاجة اللي هي انا يتوى عندي خلفية بشرح حضرتك يعني كيف ندير بحث تسويقي. هذا في حالة اننا نشوف احتياج السوق ونبي يعني ندير حل للمشكلة الموجودة في السوق. بها لو قريدي يعني عندي منتجات. ونطلب مني ان ندير ماركتنج ريسيرش للسوق. اه بش يعني نقدر مشو السلع لي عنا. هتكون بنفس الخطوات او في حاجات بننجس فيها. لا بصو على حسب انت اصلا الوبجيكتف بي. يعني انت الوبجيكتف بتاعتك ايه وبتبني عليها. ملهاش علاقة بقى بستاندر معاعدة زي ما كحنا كنا مسلا بنقول من شوية. هو الموضوع ملوش علاقة بحاجة بقى سهبتك. لا انت على حسب انت الوبجيكتف بتاعتك ايه وبتبني عليها. مه. فهمت عليك. اه تمام. اه هذا السؤال. السؤال الثاني اه بعددنك اه اه اللي هو كيف نقدر ندير تمبلت واحد نجمع فيه البيانات هذي كلها يعني. بيانات الـ 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 البيانات التسويقي يعني. حيدي انت ممكن في اي في اي شيء اكسل في اي فايل يعني ملهاش ملهاش حاجة ثابتة. عادي انت ممكن تعملها في اي حاجة مش فارقة. المهم انت تطلع نتيجة في الاخر اللي عملتها في ورد عملتها في اكسل يعني عادي. مش 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 ممكن ابقى بعطلك تمبلت اللي تنقل تطبق عليها مفيش مش 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 هو المشكلة يعني. فهمت عليك. لكن طريقة التنظيم بس لما تكون مجموعة بيانات يعني لازم تتنظم بس هذي. بح تمام بارك الله فيك. السؤال ما قبل الاخير. انا كمدير تسويق توا. طبعا انا من ليبيا حتى لا اشتي واضح يعني مش من مصر. احسن. فعندنا شكالية فيه الله يبارك فيك. عندنا يعني يعني ادارة تسويق او تسويق بشكل عام يعني يعني ليس زي مصر يعني. ما زال اقل منكم بهلبة. فالمهارات مدير تسويق يعني بالتحديد يعني ليك مدير تسويق. مفروض كيف نجمع بين آآ يعني نقوله في ديجية المارتنج والمارتنج العادي يعني كبحث تسويقي كخطة تسويقية يعني طريقة هذي وطريقة هذي. كيف نجمع بيناتهم وشي المهارات المطلوبة بعد النهاية. آآ بوس هقولك على حاجة يعني كون ان الدنيا لسه مش في وجه التطوير فدي اوبرتونيتي بالنسبة لك عادي جدا تمام وهو هو نفس اللي انت بتطبقه وهو يعني مثلا بتاع امريكا. لما بيجي مثلا اللي عايش في امريكا ويعمل بيستاخنا بنستخدم نفس الطرق اللي هو بيستخدمها عادي جدا تمام? بس الفكرة بقى الوبرتونيتي والتولز والمساعدة. فانت لعا عندك هتلاقي هي نفس الوبرتونيتي نفس الويب سايت اللي بتستخدمها نفس جوجل نفس كل حاجة. بس انت عندك بتاعة او بداعة الدنيا لسه مش احسن حاجة. لعا فعادي جدا انت بوك بتستخدم نفس الترق اللي انت بتستخدمها نفس كل حاجة. يعني ما فيش اي مشكلة. تفهم قصدي? فهمت عليك. لكن ما وضحت ليش يعني شين الشي اللي يكون موجود في مدير تسويق نفسها في مؤسسة معين يعني. مش فاهم معلش تنكره? يعني شين الحاجات اللي يكون. سمحني ممكن لها اشتي تفرج شوية بس. لا لا مش مشكلة. انا كمدير تسويق شين المهارات المطلوبة المفروض تكون عندي يعني من ناحية تسويق يعني شين كون اللي نعرفة اا من المهارات يعني باش نكون مال امكاني يعني. حالو انت كمدير تسويقي الامكانيات اللي يمكن تكون متاعها عمبر صح? مظبور. حالو اول حاجة عندك انت هتقسمه لنقطتين. تمام? اول حاجة management انت تعرف اصلا تدير. تمام? يعني انت ادارتك اصلا وانت تعرف تدير كسكيلز ادارة دي اول نقطة. تمام? تاني نقطة جزء النولج بتاعت الماركتينج نفسها تكون فاهم ان انت لما يكون معاك تين تحتك بتاع اسي او تبقى فاهم هو المفروض يعمل ايه. مش شرط يكون technical advances بس انت فاهم شغل الاسي او. بتاع content كذلك. بتاع ميديا بار كذلك. ويكون عندك الكافية في الجزء بتاع الماركتينج نفس. فانت هتقسمها نقطتين بتاعت الاداريان كسوفت سكيلز بتاع ادارة. تدير تيم. تمانيج الطايم. تنزل تسقط الكصص دي كلها. جزء بقى تاني بتاع الماركتينج نفس. انت اصلا هتكون ماركتينج مانيجر ولا ديجيتال ماركتينج مانيجر ولا سوشيال ميديا مانيجر. سوشيال ميديا مانيجر فانت تقدر تفهم في كل حاجة في السوشيال ميديا. ديجيتال ماركتينج مانيجر فانت بتفهم في كل حاجة في الديجيتال ماركتينج مانيجر فانت بتفهم في كل حاجة في الماركتينج والديجيتال من السوشيال. مهم. فهمت عليك ايه. تمام? وطبعا ما حدش بيخلق من تطوير نفسه يعني فانت اه لو حتلت معك ناصة بتبتيت تطورها بتبتيت تحسن فيها تشتغل عليها بالكصص دي كلها فعادي جدا يعني انت مش لازم ان تبقى اكسبرت في كل حاجة يعني انت ممكن تتطور من نفسك مع الوقت الحد ما تسبط الدنيا لكن هاده هاده النقطة بارك الله وفيك هاده بيت المقصد وان صالي نعم التشتت لا لا عادي انت دبتب نفسك وردتب دنيتك عادي جدا جدا تمام ومش لازم ان تكون اكسبرت في كل حاجة انت بس تكون فاهم الدنيا ماشية ازاي وتكون لحندك ازاي تقدر تتغير الكصص دي كلها بح تمام ناخد من وقتك سامحني بس هلبة يعني خلد من وقتك هلبة لكن ابي هي ان بينسلك في النقطة هاده نفسها مثلا انا لازم يكون عندي خلفية مثلا على المارتينج بلان على الريسيرش هذا ك يعني كتسويق تقليدي نقوله تمام الحاجات هادو بانين ديجية المارتينج يعني نقوله الاسي هو متلا الكونتنت الاشياء هادي صح الكلام هيك ايه؟ بوسيهولك الحاجة جزء الـ passionateوالكلام ده دي حاجات implementation احنا دلجتي عندنا حاجته جزء marketing Advanced اللي هو الريسيرش والتولز والحاجات كلها جزء بقى تاني اللي هو بتاع implementation يعني content ده انا ممكن اكتب content على يفضل ممكن اكتب content على ممكن أكتب كونتنت على رولاب أو على برشور أو على ورق أو على جرمان أو على مجلة تمام فهو دي إمبلمينتيشن عندنا مرحلة أناليسز بأناليسز الدنيا زي الموقع يسيرش وكلام ده بعد كده عندي مرحلة بابني استراتيج بعد كده بعمل إمبلمينتيشن حتة الإمبلمينتيشن بعدي فيها جزء الكنتنت فخلو وسأنا بابني الكنتنت عادي جدا سواء بقى على أي على ديجيتال أو على ترديشن أو أخلوعين يعني عادي جدا تمام وسمعت من الأختي اللي كانت تسل فيك مبكري يعني أنه عندك كورس سي او على القناة على الجروب تمام تعطينا رابط متاع الرابط على فيه يعني المذكورة ليلة تقريبا أو فيه حد بعته على هالة يعني بعتت اللينك عشان ببعت مش بيش بيبعت مش عارفتي يعني حاجة تكنيك فهو لقى الجروب في الشات محطوط في الشات تمام تمام برك الله فيك جزاك الله كل خير سيد محمود متأسف جدا من وقتك معلش محمود بس أنا عندي سؤال بالنسبة لنقطة التسويق أنا آسف أنه هو سؤال بس ضروري لو أنا دلوقتي عايز أتعلم تسويق ذات نفسه يعني زي أسات التسعير والإجارة الملائية لغير ماليين غير ماليين وهكذا التسويق بصفة عامة مش ديجتال ماركتنج أتعلمه فين يعني أحسن مكان أنا ممكن أتعلم منه فين بوس أقول لك على حاجة أنا عن نفسي مجربتش مكان أنا يعني الحمد لله بقى عشر سنين في المجال كله سيلف استادي تمام؟ معين أنا بدي محاضرات أقو بدي بس أنا بقول لك أحسن حاجة سيلف استادي فأنت حاولت جرب سيلف استادي ما جاتشي تمام؟ تروح عند AMA أعمل سيرش كده على ماركتنج هتلاقي أعمل سيرش على AMA دي معهد أمريكي هتلاقي فيه عنده يعني وبيديك كل التفاصيل بشهادة بكل حاجة يعني بكل التفاصيل أنا قلت هاخده مع الدكتور إيهاب مسلم حضيرك طبعا كده إيهاب مسلم آه بوس هو ده هو ناشي هو ممكن هو تاخده معاه كل حاجة ما فيش أي مشكلة بس أنا مش عارف المادة العلمية بصراحة بس هو بيشهد له بالخير يعني حاجة أمانة تتقل لا هو بيشهد له بالخير أنه هو حد واشاء الله علي بس أنا مجربتش بنفسي بصراحة لكن أنا مركح biggest لكن ممكن لو أنت في ماتيريا معينة شفتها عند حد ممكن تبعثها لي وقولك إن فيها شاملة ولا مش شاملة فيها كل حاجة ولا لا فيها حاجة ناقصة ولا مش حاجة كده يعني تمام تمام اوكي هو في حتى في واحد بي اسمه مومي بيقايب بالنسبة لأساسيات التسعير كورسي الدكتور ايهاب مسلم هلوي جدا ما انا انا هو 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 ايهاب مسلم قريدي كان منزله فري انا لسه واخده بس الاسم ما ذاكرتوش ولسه عايز اخد لومة التسويق لهو عاملة تلاتة في واحدة عشان كده سبسة قلت اسألك قبل ما اخدها يعني انت رأيك انت رأيك انت اخدها اخدها ولا لا يعني هو او حد محترم جدا مليش على فكرة اتعامل معي بشكل مباشر فاي حاجة بس انا اسمع عنه كل خير لكن انا مش عارف المادة انا ما بلستياش عن نفسي تمام فبس انا بقولك على انا بلستو ده انا اخدت عن دومة وحد مكان يعني امريكي انا قبل التسويق اصلا في العالم فده ده اللي انا قادر اي حاجة تانية انا ممكن اقيم او المواضيع او انما كاكوة انا مقدرش تراح تمام تمام اوكي اشكرك جدا اشكرك مع اسر اه مع اسر اه تمام اه ليلة تقريبا رفع عدية من بدر هي او احمد او احمد او عبد الرحمن اه سمعيني ولا في عندك مشكلة ولا طيب انا انا سمع ايه لذلك احمد اعمل ايه احمد اه انا عجبني الحقيقة السيشن جدا ويعني هي مغطية حاجات انا انا ما بيشتغلش في ماركتين اصلا بس انا من اللي بشتغل في الماركتينج ايجنسي اه ماركتينج وادبورتايزين مش ماركتينج بس اه بشتغلت بيشتغلت بيشتغلت تحديدا ويعني من اسبوع تعليبا مواجهاني كده حاجة مع الموديل بتاعي انو انا بتكلم معاه بقوله انو وعند يكون عندنا Proögكت احنا بنن etiquette ده و حلاص من ان نحن فيديل صعيب بمثال او Proog environment احنا بعد نالوا فاقنا بنطلقش في حاجة اللي هي شكل الكونتنت ونوعه وازاي هو معقول بلاتفورم بس لفيسبوك بس لينكدين وانستجرام بس الصوت بعيد بس طيب كده احسن شوية تمام بيقول لي مع البزنس الصغير يعني مش شرطة اوي ان انا اركز على الاختلاف الكبير ده لا لا بس 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 ايه لازم انتركز كل حاجة من قبل ما اتكمل انا بقولك لازم انتركز كل حاجة لا لا انت صح الفكرة بقى ايه انه يعني انا مش بس كمان اا مطلوب مني اني اه انا كمان عايز اسل الانترنت الايضيات بقى اللي هي مسلا اا طريق شغل معينة هنشتغل بيها تمام طبعا ده بيبقى جزء من السكوب بتاعة البيزنس ده فلوب مني اا طبعا مش عارف بقى الابرودش ده انا ممكن يعني افولو ات علشان اقدر اسهل ايضيها دي للموديل بتاعي يعني هو بيقولي كده انا بقوله ما اما كان البيزنس صغير وخصصا ده كمان البروستوك ده كان بي تو بي بزنس اوه اصلا مكان بيقدم في الفينانس والمارتين والسيلز اكتر من فاولتنو اكيد الكنتنت على الانستردام هيبقى له اصلا اوبجيكتب غير الكنتنت على فيسبوك غير الانجرين وفي النهاية بالتالي شكل الكنتنت هيكتلب تمام فاقال لي احنا مش عايزين نضايا العميد في مقابل اللي انا نقوله لما اشتغالك كزا وكزا وكزا فده هيكلف بودجيت اعلى فحاجات كده ممكن يعني ممكن اريحانه ازاي بس في الكيس دي في الكيس دي بنعتمد على روقتين مهمين جدا اول حاجة مش بنعمل بلان واحدة اصلا للكلينت نفسي احنا بنعمله اكتر من بلان وبنقوله البلان دي هتوصلك لكزا بودجيت كزا وبلان دي هتوصلك لكزا بودجيت كزا مش باكيج خالص والموضوع مش مع البعض كفينج هو بس دي بلان هتوصل لنوطة ودي بلان هتوصل لنوطة تمام والبلان دي هتكلفها كزا والبلان دي هتكلفها كزا دي نوطة النوطة التانية بابتدي ابين له الكلام ده بشكل ميتنج وبعد افهمه بطريقته على حسب طريق الدماغ وعلى حسب الاتيتيود بتاع الكلينت نفسه مش بيرميله الفايل بالبلان وقول له عاش الخيال وهي دي البلان ودي البودجيت انت هتبعتها ولا هيقرأ ولا هيقفرم ولا اي حاجة هلاقي البودجيت هيقفل وخلاص ما يمشي يعني فانت هتعتمد على النوطة دي نوطة هتعمله بلان وان وطور اي الموضوع انا عايز اعمل كده ودي زي ما انت بتقولي بس هو الموشول عنده هو رافض او مش رابض يعني هو مش عايز يضيع العميل ده او العميل المحتمل ده هو ليس عميل اصلا في مقابل ان هنا هنشتغل صح وننشتغل محترمة اصلا انت بقى بالنسبة لنا كمان اصلا اصلا ما ينفيز مشكلة انا انا قلتلك الصح هو بقى اما بيحط نفسه بزوم معينة وبيبقى عارف ان هو هيشتغل على الاسكيل ده بس تمام اا وخلاص هياخد عملة في لفل معين ان انا اسكيل البزنس كله يعني او طلب مني ان انا بعد كده ابدأ ابروش strategic accounts بقى عشان وكلام ده كله بايه يعني لا او او انا بسراحة يعني لازم ان توصل معا لقطة حل يا اما تعمل زي او والاك يا اما خلاص يعمل زي ما او وكل واحد يتحمل نتيجة اللي هيعمل الزبط انا فكرت فيه بس كنت بحتاج اتأكد ان ده هيبقى الحل الوحيد يعني طبعا 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 حدثيني عندو ساسئلة ليلا او احمد في حدثينيك الرفع ايضا او لا انا ازايك الحضاميلي او براتح طبعا بتاعتهم او site structure لما بشتغل يعني بشوف عليها الانالتبس بحس ان مسلا الconversion ريت ويقع لان العملاء بيدخلوا from whom يعني مسلا بيحسوا لهوا confused and then زي اوت يعني بناس ريت بتاعهم بيبقى عيدي لان النسط مش بتفهم يعني عارف لو انا عايزة دور سرش مسلا فالدريس فيلاه ومسلا بتطلع لهم جزمة فبيحسوا لهوا انا يعني فهم فهم confused مع ان الproduct موجود بس زي كان جدت اسلي وعارف ان ده هيقصر فممكن اعمل ايه بحيس ان مي برضو اني مدمر لهمش الدنيا خالص بس برضو ان انا اعمل اللي انا عايزة بجيب بجيب اصلا حد اشتغل data website data وابتدي اقسم الweb site category و sections مختلف واخدهم sections section اعدل فيه معدلش الweb site كله direct مرة واحد اخد section اضيف ال data بتاعته بالحاجة بتاعته وبعد كده بعد ما اضيفها وكي تسمع والدنيا تمام ابتدي اصحب اللي مش كويس تمام وبعد كده ادخل على section اللي بعد ونفس القسط بجيب اشتغل على الweb site بجونت شورت اه اه بسيط بتايم لاين بديد لاين معين بعدد معين من الproducts هبتدي نبتدي نعمله تغيير وبناء على له في فترة مثلا تلات شهور هيكون الweb site كله تغير عليه مثلا تلات تلاف منتج كل شهر الف منتج هيت ترفع الف ويتحزف الف بالdata طبعا بس قبل ما باخد اي action بكل منزبط الdata بتاعتي اه كdata بتاعت الweb site نفسه كتكست والسور بتاعته وكل حاجة طب سؤال دلوقتي site structure مسلا سين في الكاتيجري وسبكاتيجري انا عايزة بتادي اغير في انفعي غير في اللينكات ودي الازمة اللي عندي انا مش بس عايزة اغير انا انا عايزة بس يعني انا مش عارفة هل في حل واسط ان انا مش 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 هغير لينكات دلوقتي خلص انا مش ضعب لينكات انا هرفع منتجات جديدة حلو فالمنتجات الجديدة دي هتنزل في في بيج جديدة بلينك جديد هبتدي اعمل لها index وبعد كده اسحب القديم معرف جوجل ان انا سحبت لينك اه مش شغال دلوقتي ما اتارشفوش هو بتدي له اللينك اللي ارشفو فانا مش بغير data جوا بيج انا او جوا لينك انا بغير اللينك نفسه بانكلود اه اه بيج بداية جديدة فاهمة? يعني او يعني كاني مسلا بدخل على كلمة فاشن بعمل صفحة تانية للفاشن والهاجات دي كلها واعمل روبيت تيكست بالزبط تمام و بعد كده بس مسلا ليها لغاية ما خلصها اه بس طبعا بروع ان انا مش باكتب نفس الاسم عشان الصفحة ما تبقاش ممكن اكتب مسلا اسم الشركة وبعد كده فاشن مسلا كذا فاهمة? فبحاول اغير في في الاسم نفس بتاع التايتل وبتاع اليو ار ايل والكلام ده كله تمام? معايا? انا كده كده هامل كده طب سمعني طايم? او تمام سمع ايو انا سمعي. اه طب اوكي اه في حل اللونج يو ار ايل ان احنا نعمله شورتن? يعني دايما بلاحظ ان اليو ار ايل حتى لما بنعمله البريد كرامب. ينفع بتروحي على بتاع الويب ديفولوبر وتقولون عايز اعمل الاسلوك باسم معين فيبتد دا هو يقيدت على 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 الجزء بتاع الديفولوبمنت كبرمجة وبيسيب لك حاجة في الداشبورت تحط فيها الاسلوك. في الاسلوك دا بيظهر هو الوي ار ايل بشكل كامل اه 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 او دابيو دات اسم الالمين وبعد كده دات كوم سلاش. بحطي انت بقى الاسلوك دا اسمه اه بحطيه على اساس انه هو الاي ار ايل بتاعك السابت. طب في حاجتين كمين معنش اول سؤال مثلا فيسبوك لما بيجي بعمل اعلانات ما بيظهر ليش الديتا بتاعتين يعني بعمل اعلانات على الفيسبوك من البزنس سواء على فيسبوك او انستجرام ما بتظهر ليش على جوجل انا على التكس فانا مش فهمة ايه المشكلة يعني انا حاولت اتكلم الدعمة على الفيسبوك فبيقول لي والله يدي مشكلتك مع جوجل روح بالجوجل هتروح على جوجل اصلا وتشوف الربط نفسه ماشي ولا لا دي حاجة تاني اندي ضيفة جوجل تاج مانيجر ضيفوها او طب انتي بترجع لجوجل تاج مانيجر وتشوفيه مسمع لو مسمع لو مسمع يبقى المشكلة مش في جوجل لو مش مسمع يبقى المشكلة في فيسبوك يعني اروح لجوجل تاج تاني وعمل له اكزامين او متشوفي اصلا جوجل تاج مضبوط ولا لا اه طب تمام في حاجة كمان ما نشوف هو دلوقتي ما بعمل اعلانات على سناب شات بلاقي ان جوجل ودلك غريبة باني جوجل اناليتكس ارى نتائج بتاعت الاعلانات بتاعت سناب شات وسناب شات لا يعني داش برده بتاع سناب شات مش مش جايبه ليني اصلا ان في عمل ايه برشيزين بس جوجل اناليتكس عشان اروبتو برضو بتاعتو الحاجات دي اروا لي نتائج وقالي اني مسلا حصل من الكامبين دي يعني كان كلان تفهم مش عارف ايه مشكلة في سناب شات ودخلت لسناب شات سابورت واسكت زم توايس لغاية دلوقتي هقولك على حاجة ارجاعي للجزء بتاع السيتينج بتاع الكونفرجن جوه جوجل اناليتكس نفسها ورجعي وعملي ريفيو على كل الربط اللي انت رابته وشوف الربط كله مزبوط ولا لا من جوجل طب جوجل مالوش عارقة جوجل هو اللي ظاهر لي هنا يعني في سناب شات جوجل بقى اللي ظاهر لي وسناب شات لا انا مشكلتي هنا في السناب شات نفسه ماشي انت ارجاعي راجعي الرابط كله الرابط كله مزبوط ولا لا يعني انت ارجاعي للرابط الرابط شو فيه مزبوط ولا لا الرابط مزبوط خلاص انت كده عرفت ان المشكلة عندك مش في الرابط ترجعي بقى للكامبينز نفسها والكونفرجن نفسه مزبوط ولا لا انت اصلا انت ضيفاهم بتعمل اعلان على سناب اه طيب حلو انت بقى بتشوفي اصلا الكونفرجن هنا هو الموازي هنا ولا لا بيبلغ مبيزهر ليش اصلا حلو مش بيزهر على جوجل صح لا بيزهر على جوجل في سناب شات ما بيزهر ليش على سناب شات نفسه مبيزهرش في سناب شات نفسه اه هي دي بقى ما هي دي يعني الفيسبوك تماما ما حضرتك ان انا هروح لجوجل تاك واشوف الربط في سناب شات الموضوع مختلف لا انه جوجل انا لتكسهول بيقول لي كم واحد اشتري من سناب شات من الي كامبين وسناب شات لما بدخله بلاقي الموضوع عندي مفيش مش مجيب لي data اصلا انا مش ادراها انا مش مقدرش احكم كده انا مش عارفة بس اي والسان دي انا ميل ممكن ان انت تشروع خلاص اوكي بس او دي كت او فيه حاجة تماما جوجل اناليتكس اللي هو الجديد اللي هو الجيفور كل يعني انا عملته من الحاجات دي كلها بس الغاية اللي بيقول لي ان فيه واحد بس على المقاعد بس ده مش حقيقي انا حاسة ان فيه somehow i didn't actually انا حاسة كل ده انت كده محتاجة تراجع ال settings كلها يعني انت كده او يعني انت كده محتاجة تراجع تعمل كده check list وتراجع كل ال settings كل حاجة فيها ايه مزبوط وايه مش مزبوط تمام ممكن يكون فعلا في حاجة او يعني انت كده فيه حاجة check list تراجع منها ال connection كلها وكل نقطة تراجعيها تت مورك قدامها هل ده تمام ولا مش تمام فيه مشكلة او مش مشكلة خلاص تمام thank you get done مرول اوكي bye bye مستر محمود مساء الخير لزاك يا بشوان صح من عمل ايه ده حضرتك فاند من عمل ايه مساء الخير لكل الشباب اللي معنا النهاردة انا بس كان عندي استفسار واسف انه هو بعيد عن المين topic بتاع النهاردة لا كمان انا بس يعني كنت محتاج عقد تسويق شامل include feed تسويق elektroning يعني هو المين بتاعه اصلا عقد تسويق general كده يعني فاهمني 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 حضرتك طبعا لو قدرت تساعدني في القصة دي او حد من الشباب بصد كده كده اصلا في عقد المفروض في عقد المفروض اصلا هنرفعه على الجروب تمام فهيكون فيه كل التفاصيل تمام هيكون فيه انا شفت العقد اللي على سوريا فاندم انا شفت العقد اللي موجود على الجروب لقيتوا النوع بتاع سوشيال ميديا بس ما هو هقول لك بقى احنا هنا بنقدد على حسب الحاجة اللي هنعمل عليها هنعمل عليها اصلا العقد يعني مثلا انا بدلا الان السوشيال ميديا ببتدت لا انا هشتغل على بلاتفورمه معينة لا انا هشتغل على نقط انت فاهم قصدي فأنا بزبط على بنزبط بنزبط العقد نفسه على حسب هو اصلا اوي هو اصلا هيعمل اي انت بتأدت على يعني مسلا انا هشتغل على الديجيطال. خلاص انا بأدت في العهد على حسب الصيغة بتاعتي والحاجة اللي انا هشتغل عليه. فاهم بس هي الصيغة واحدة. فيه فيه سوابت وفيه حاجات بغيارها. فاهم قصدي? تمام طيب بالنسبة للوفلاين ماركتين. اللي انا هتعامل اه على ارض الواقع بقى بحاجات معينة. هل دي بيبقى ليها ديباجة معينة لازم تكاتب في العهد? لا خالص انت بس بتحط النقط اللي انت المفوض هتشتغل عليها بكل التفاصيل. بس النقط اللي انت هتشتغل عليها وخلاص. وبترفق طبعا مع البلان اللي انت هتشتغل عليها ايه. فهمت. فهمت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم والله. اه. كتر خيرك انا شكرا. تمام اه كان فيه حد تاني ولا اخر? ايه دانيا انا اوضا. ايه? انا كان فيه سؤال انا مرة كنت اولتها برفت ان انا بعمل اه اريد ابحاث على اوضاية انا مستغلة عليها. بس على كزا ان رسمي عشان يتقع عندي خجرا فيها. تمام. كنت قلت لك على تعال تاج هاورس. تعال تاج هاورس. عن ايه? اه اه افاكر انا الموضوع ده. طيب سمام اوكي. للدرسة ده اه ضعيد جدا جدا في مصر. انا كنت عاملة اعيزة اشتغل عليه في مصر. فهو مش موجود غير حاجة بسيطة جدا موتيدي اونلاين. تمام. فهو ممكن انا اعمل البحث ده على حاجة على دولة اللي هي ظهرت عندي في الاناليسس. او عادي جدا ممكن تعملية مفعش اي مشكلة. بتخش على بتاعة جوجل وضغيري اه دولة البحس اللي انت مفروض بتدوري فيها بس. هو اوكي زهرة وداني ان هو متشف كده في قروطها في امريكا. لأ انت انت بتغيري ينصرش نفسي بقامة. بس انت دلوقتي بتدوري اصلا اه اه في دولة معينة حل? او بتدوري اصلا محروب بيجيب لك اه الدولة اللي انت بتدوري فيها. تمام يا انت دلوقتي بتدوري اه في دولة ايه? فهو بيجيب لك المفروض الدولة اللي انت بتدوري فيها. فهو بس يعني مسلا هتلاقي في الاخر كده في اخر خالص في اخر الصفحة بتاعة اللي انت بتدوري فيها انت بتدوري من انا دولة حل? فالمفروض بقى ان انت بتغير الدولة دي بتخش على السيدنج وتغير الدولة دي وتقول والله انا محتاجة ان انا اغير الدولة نفسها وبتبتدي تغير الدولة نفسها من مصر حسب بقى الدولة اللي انت المفهود هتغيري على اساسها بس وبناعا عليه بتعمل التسيرش بتاعك عادي جدا بيجيبلك التفاصيل بتاعت الدولة نفسها بكل الريسيرش بتاعها انا ممكن ثانية كده اقولك على حاجة انا ممكن اعملك سكرين واقولك زي يعني انا ممكن ثانية كده ثانية 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 بس انت دولياتي بندور على روريكس مصر حال هنيجي هنا في السيدنج تمام وهنغير السيرش سيدنج في السيرش سيدنج هننزل تحت خالص هنلاقي كل الدول وهتعمل سيرش باسم بالدولة اللي انت مفهود بالدورة عليها وتعمل السيرش بتاعك هيجيلك الريسيرش كأنك في الدولة دي بالزبط كل دول العلم هتليها ايه ناس هتغيري بقى براحتك بس تمام وبدل مسلا مصر دي هتغيري بقى براحتك بقى الدولة اللي انت عايز تغيري دي فهمت قصدي اه كنت اصدق طيب بقى بالنسبة لهم الواجبسايت بتاعهم مفوت غير غلطة واحدة مالو الواجبسايت بتاعهم مفوت جوهر معي غير غلطة واحدة بس دا هون طيب كويس ايه مشكلة اه اللي بنجي بقى هشتغل عليه هشتغل على اه ان انا اعلانات ومسيين والكلام ده بس اول حاجة اول حاجة تشتغل عليها انت عندك تلات حاجات بتشتغيرهم اون بيج واف بيج تمام؟ وجزء التكنيك انت عندك التكنيك تمام؟ تبتدي بقى اشتغل على الون بيج من جوه الكيوردس اللي موجودة الارتكالس اللي موجودة الكلام ده كله بعد كي تبتدي بقى تربط الويبسايت بايه بلانكيز من بره والحاجات دي هم عمليين الكلام ده كله ونجح بيتا حالق انت بقى ظاهرة في السيرش في صفحة السيرب لا حالو يبقى هنا بقى دي النقطة الجاية بتبتدي الدواري على الكلمات اللي تطلعك فوق وتبتدي تفضلي وتعملي اعلانات على الحد ما تظهري فوق طبعا بتعملي اعلانات عشان تظهري مع ان انت بتشتغلي اس ايهو على الكلمات لحد ما تطلعيها تبتدي تشتغلي على الكيوردس اللي انت المفروض تبتدي تشتغل عليها وعشان تطلعي نفسك فيها فوق وتبتدي بقى تعملي ادت بقى على الكلام بقى بصي. دلوقتي آآ فتحت بتبتيت جمعي اللي موجودة في النتش بتاع الساعات. وتبتيت اشتغلي على ان انت تخط تكمل كلمات دي دوها الوبسايت وتزبطيها بما يتناسب مع عشان تبتيت تطلعي في السيرج. وتبتيت نفسي على الكلمة دي. تفاهمة? آآ. بس. هو تمام. بس هو. بس اقولك على حاجة? انت بعتلي على انت بعتلي على الميل. تمام? آآ اللينك بتاع الويب سايت. تمام? وآآ وبعتلي الحاجات اللي المفروض واقف عليها الويب سايت. وقولك انها كاستستيب وتخلصيها. وارد عليك اقولك خلاص انها كاستستيب كازا يا فاهمة? تمام. بس. تمام. احد عنده سؤال تاني. او او نعمل سؤال. ازايك اسمين قبلي. او نعمل الحمد لله. هو انا يعني معاكم من اول المحاضرة دي بس التلاتة قبل كده لأ انا من خلاق سلام بتاع الناس كلهم كلهم بيشتغلوا وفاهمين كل حاجة انا لأ. انا لسه جديدة. تمام? معلش تاني كده? يعني من خلال اسئلة الناس الناس دي فهمة وشغلة اصلا في الحاجة دي بقالها فترة وفاهمين. ايه. تمام. كتير بيقال لهم مشتراحات. بس انا اللي حاليا بعمله آآ وبعدين هقول لحضر لك بالتساؤل بتاعي. انا حاليا بدريس كورسة على يدني فانس بسوشل ميديا ماركتينج كله كل حاجة. تمام. حاليا خلصت نص خمس ستين في المية منه. وكمان بدريس دورة عن الاستراتيجيك ماركتينج مع مستر محمد طارق او حضرتك عافية. تمام. اوكي انا بقى محتاجة حاليا ابدأ تدريب مش عارفة اعمل ابدأ تدريب فين? عشان ابدأ كل حاجة انا اوكي باخدها وبطبقها. بس انا حاليا بطبقها بشكل اكتر انا بس اقولك على حاجة. انتي ما تستنيش تدريب. كالك تدريب ماش مجالش خلص ما تستنيوش. هتبدي تعمل ايه? هتبدي تشتغلي فريلانسر على مختلفة بس مش في حتة الاعلانات. هتشتغلي في كزا جزء مختلف. تمام? هتشتغلي زو شوية كونتنش. هتشتغلي شوية مدريشن. هتشتغلي شوية على على ويب سايت كأي سي او. تبدي تشتغلي حاجات مختلفة. كفريلانسر او مع تيم. تمام? هتبدي تشوفي الناس اللي شغالة تيم فريلانسر اه مع بعضهم او الناس اللي شغالة اه في مجموعات وما لهمش علاقة بشركة. وتبدي تروني يا جماعة ما اشتغل معاكو. هتلاقيهم في جبابات كتير جدا. وهساعدكم من غير مقابل او بمقابل بسيط او بنسبة معينة وبتبدي تشتغلي معاكو. بسا نيش هتتدريبه. او تدخلي على اي ويب سايت زي اوبورك زي مستقل اه خمسات اه. ايه? ايه? دي محتاجة خبرة شوي. مش محتاجة خبرة. مش محتاجة خبرة. زي ما في ناس بتدار على ناس اكسبرت. في ناس بتدار على ناس اه اه تديها فلوس قليلة وتتعلم عادي جدا. مش لازم. انا اللغة عندي فايزة لان اقتصاد وعلوم سياسية بس انا حابل ماركتنج. ماشي. حلوة جدا. تكملي في الماركتنج ويكتبي بمقالات. اقول لك على حاجة. افتح بلوج. والبلوج اده يبتدي اكتبي في اه مقالات في اقتصاد وعلوم سياسية. عادي جدا. تمام? شو في ناس شغالة في ناس بتبقى فتحة شغلة اخبار على مواقع اه ويب سايت ومحتاجة ناس تكتب عندها. كتير. انت بس انت بس اه دواري على الناس اللي محتاجة حتى تشتغل وبتدي معا بس ما تركزش ان انت تنزلي في ما تركزيش على دي. شوفي حاجة كتير جدا هتلاقي ممكن انت تشتغلي فيها. يعني ديش ان انا اشتغل كل ده من البيت. عادي متاح ان اشتغل كل ده من البيت او تنزلي. فيه ده وفيه ده بره. الافضل انزل في البداية? اه ده او ده اول فرصة تجيلك استغلليها. ما تفرقش. اوكي. طب دلوقتي التلات محضرات اللي فايتوا انا هسمعهم وهعمل لهم اللي عليهم وابعتوا بحضراتك. تمام اوه على الميل. لو جدت قدامك فرصة زي محضراتك بتتكلم حاجة محتاجة حد متدر. ماشي اوكي. يعني. معتي على الواتساب او اي حد محتاج يبعتلي على الواتساب. اه وانا برد او على الميل. تمام. تمام. مرسي. مرسي. اه. اوكي تمام. لص اه افتاقت كده تمام. اه 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 ان شاء الله نشوف كل جمعة اللي جاءة عشان نكمل من حضر الخمسة. اه وان شاء الله من اول السنة نبتدي كورس كل شهر كورس الكورس اللي واحد وكل هم جمعة. وان شاء الله نتقابل اليوم الاثنين على اقربها وصل ساعة تسعة. اه. مواعيد اه اتنين وجمعة? اتنين وجمعة الساعة تسعة. وفي كورس تاني او لا ده بس اللي موجود? هم دول اللي موجودين اه بنتقابل فيه. بس فيه مثلا الكونتينت بينزل على البيج كل يوم حاجة مختلف عشان الناس اللي حتى تتعلم كونتين. في حاجات بتنزل على على الانستجرام اللي هي ازاي تعمل حاجة معينة وبسكوب معين كده يعني. في حاجات بتنزل على السوشيال ميديا ماشي برا مع نفسها. انما كمقابلات احنا متقابل اتنين وجمعة الساعة تسعة. ايه طبعا. طبعا. عاف. ممكن شراب يا محمود? اه اوكي. اه اعزيني الحلقة بس تنزل مادري عن كده لانها بتتأخر فتنبقم محتاجين اه ان احنا نرجع على حل شوية حاجات كده فتبقم بخارة لان عشان نخلص التلسطات ونقدر نبع الحاجات. ماشي حاضر اوكي. سوري معلاش. اوكي حاضر. لا افضل ولا افضل. خلاص اوكي. خلاص اوكي. اه اشوفكم على خير المرة الجاية وتصبح على خير.